بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا اخواتنا طربي التانية السنوي. تربية وتعليم عام واظر. ركز معي في فيديو ده لان الفيديو ده مهم جدا ليك. مهم جدا لحضرتك. الفيديو ده بازن الله اعتبره كده هو الفرصة الاخيرة اللي هتقدر تلمي بها الدنيا خالص. دو انت كنت يعني بأسر ومضيع الدنيا. فالفيديو ده ان شاء الله اعتبره كده هدية من اخ له. في الفيديو ده بازن الله احنا هنراجع مع بعض على المنهج بالكامل. هناخد كده ملخص منتقي بتاع المنهج متاعنا. اه هنشرح ان شاء الله المنهج كله هنتكلم على كل الاجزاء اللي عادت الفصل او في الترمي التاني. هنتكلم على الفنيات وكل ملاحظات اللي احنا عايزين نقولها بازن نقولها في الفيديو ده. عشان بعد كده بازنك يا رب هسيبك تلخص كده دانية وتراجع تاني الفيديو مع نفسك وتراجع على منهجك تاني من خلال الفيديو ده. وبعد كده ان شاء الله انزل لك بحسة بقى حل سئلة شاملة بازن الله تبقى حاجة محترمة. بازنك يا رب تبقى مراجعة تأفيل ان شاء الله. بس اهم حاجة تركز كده معي وتستعين بالله وتنوي. خير ان انت يعني هتتغير معلش انا اسف في الاسبوع لالاسبوعين اللي جايين دولا. يعني خلاص انا اشد حيدي. عشان خاطر ما بفضلش يعني حاجة قليلة خالص. وعشان ربنا يكلمني بازن الله. فنسترجل كده مع بعض ونشد حيدينا كده مع بعض. ونتوكل على الله وان شاء الله ربنا ايه? يساعدنا ويساعدكم بازن الله. منهجك في الترمي التاني منهج جميل ومنهج صغير مش منهج كبير. المنهج بتاعنا كان عبارة عن وحدتين او عبارة عن بابي. باب الاول كان بيتكلم على حاجة اسمها خواص المواقع للساكنة. والتاني كان بيكلم على قوانين الغازال. في البداية كده عايز اكد على شوية ملاحظات مهمة جدا. بعد كده ندخل نشوف كده كل الجزئية. في المنهج بتاعتنا كان بتقول ايه? ونشرحها مع بعض كده عسلية. اول جزئية عايز اكد عليها بالله عليك حتة التحويل ما بين الوحدات. كتير اول مننا جماعة يا اما ما بيعرفش يحول. يا اما ما بيعرفش امتى يحول. يا اما ما يعرفش اساسا ان فيه تحويل. واحنا ملناش دعو بالتالت ده. على الله حكايته ده ده اللي هو عارف اللي هو ايه بيفوق كده لقالي الامتحانات وخلاص. انا كلامي للنوعين الاولين. اللي هو اللي ما بيعرفش يحول او اللي مش عارف ايه بتحول. في المساء بتاعتنا شباب فيه عندنا وحدات اساسية لازم بتمشي عليها. وحدة الاطوال بشكل عام لازم تكون المتر. خلاص كده? سواء طول عرض ارتفاع مسافة ازاحة كل ده لازم يكون بالمتر. وحدة الكتلة لازم تكون كيلو جرام. ما ينفعش ان انا اشتغل الكتلة مثلا بالطن. ولا ينفع ان انا اشتغلها مثلا بالجرام ولا بالملي جرام ما ينفعش. وحدة الزمن هي الثانية. التلتة وحدات دول سبتين ما حضرتك من وانت فولة سانوي. فدي وحدات اساسية لازم تمشي عليها. تمام? امتى بقى مصر ما احاولش يعني امتى اخلي الوحدة زي ما هي? لو لقيت المسألة مثلا ميديني. الطول بالصمتي. وفي الاجابات اللي اختراق كلها بالصمتي. خلاص. يبقى هو مش عايزة نحاول. اه مسلا ساي. هنقول الكتلة من ديالي مسلا بالملي جرام والاختراق كلها بالملي خلاص. ما حاولش. انما في الطبيعي في معادة الكلام اللي انا بقولك ده لازم تحول الكتلة تخليها بالكيلو. الزمن تخليه بالثانية المسابة تخليها بالمتر. عندك هنا شوية تحولات مهمة جدا. ما بين الوحدات. يعني مسلا اه الكيلو. عشرة قس تلاتة. طيب يعني مسلا لو عايزة حول من كيلو متر للمتر. اضرب في عشرة قس تلاتة. عايزة حول مسلا من كيلو ثانية لثانية. عشرة قس تلاتة. طيب. عندنا برضو من اشهر الوحدات اللي بنتعامل معها في الترمي التاني الملي برضو. في المنحك بتاعنا قال الملي عشرة قس تلاتة. يعني اديتك مسلا الزمن بالملي ثانية. اهم جاي ضربه في عشرة قس تلاتة عشان اخليه بالثانية. اه اديتك مسلا المسافة بالملي متر. اضربها في عشرة قس تلاتة. عشان اخليها بالمتر. الصنطي برضو نفس الكلام عشرة اقصى سلب اتنين دول اهم تلاتة شباب لازم ايه نحفظهم على الاقل لو مش عارف احفظ الباقي. على الاقل احفظ التلاتة اللي فوق. برضو التحولات بتشمل المساحات برضو خلي بالك. المساحة لازم تكون بالمتر المربع. طيب لو ادالي بالصنطي متر المربع اضربها في عشرة سلب اربعة عشان اخليها بالمتر المربع. لو ادالي بالملي متر المربع اضربها في عشرة سالب ستة واخليها بالمتر برضو المربع. الحجوم نفس الكلام ازا كان الطول بالمتر وازا كانت المساحة بالمتر تربيع فالحجم لازم يكون بالمتر تكعيب. فلو ادلك الحجم بالسانتي متر المكعب تضربه في عشرة قص سالب ستة. لو كان باللتر عشرة سالب تلاتة لو كان بالمتر بالملي متر المكعب عشرة سالب تسعة. يبقى سنتي مكعب سالب ستة مل مكعب سالب تسعة واللتر سالب تلاتة. كلام ده حفز يعني دول كده حفز والمساعات حفز وعلى اقل تحفز التلاتة اللي فوق دول عشان ان شاء الله اغلب الاسلة بتيجي لو فيها تحويلات بيبقى في الغالب حاجة من التلاتة دول مع طبعا تحويلات المساحة والحاجة. من ضمن الحاجات برضو اللي عايز اكد عليها بالمبدأ هي القوانين بتاعة الاشكال الهندسية مهم جدا يا شباب يكونوا عارفينها خاصاتها لدرس الكسافة ودرس الضغط. لازم اكون عارف مسلا مساحة المربعة بتساوي ايه? تساوي طول الدرع في نفسه او طول الدرع تربيع. الايه اللي ده اللي هو طول الدلع? مساحة المستطيل طول في عرض. مساحة المكعب زي اه زي مساحة المربعة. كده كده الاتنين واحد. اه لان المكعب كده كده الاوجه بتاعته على شكل مربعة. فمساحة المكعب مساحة الوجب بتاعته هي نفسها مساحة المربعة. طول مساحة الوجه في ستة لانه عبارة عن ستة اوجه بس طبعا الكلام ده يعني مش بس سافيت بيه خالص في الملك بتاعي بس حجم المكعب بس سافيت بيه. حجم المكعب طول الضلع تاك عيب. يبقى انا عايزك من هنا تبقى عارف حجم المكعب والمساحة بتاعته. طيب بالنسبة ليه المتوازي حجمه بيساوي طول في العرض في الارتفاع. عندنا كمان الدايرة. مساحة الدايرة. مهمة. مهمة قلوب مساحة الدايرة. باي ناك تاكعيب او باي ار تاكعيب. اه تربيع عزي. باي ار تربيع. اه انما محيط الدايرة اتنين باي ناك. وحجم الكرة اربعة على تلاتة باي ناك تاكعيب. اربعة على تلاتة باي ناك تاكعيب او باي ار تاكعيب. برضو قانون الحجم ده مهم جدا وقانون المساحة بتاعت الدايرة برضو مهم جدا. اخيرا حجم الاستوانة مساحة القاعدة في الارتفاع يعني باي ار تربيع اه اتش ده حجم الاستونة القوانين طبعا مش محتاج ان انا اكد عليك تاني قوانين مهمة جدا للمنهج تعال مع بعضنا كده نشوف محتوى المنهج بتاع الفصل الاولاني اللي هو بعنوان الفصل التالت عنوانه الخواص او خواص المواقع السكنة في الفصل ده كان عندنا خمس مواضيع اول موضوع الكسافة تاني موضوع عندك حاجة اسمها الضغط والضغط عند نقطة باطن سائل الموضوع التالت كان التطبيقات على الضغط وده كان عبارة عن مجموعة اجهزة زي الانبوبة زيتها الشعبتين البارومتر المانومتر واخيرا قاعدة بسكال طبعا التطبيقات برضو واخيرا قاعدة بسكال تعال اكنا نتوكل على الله ونبدأ مع بعض باول صفة اللي هي الكسافة وتعالى نفتكر كده ايه موضوع الكسافة ده في البداية بيقول لك يا شباب الفصل اساسي بيتكلم على خواص المواقع الساكنة فاحنا عايزين نفتكر كده ايه هي المواقع بيقول لك اي مادة في الدنيا بتبقى عبارة عن حالة من التلاتة زي ما اخذنا كده قبل كده واحنا ايه في الابتداء واحنا صغارين كده في العلوم عرفنا ان المادة ايه ما تبقى صلبة يا سائلة ايه يا غزاية طيب ايه الفرق بين الصلب والسائل والغاز تعالى نشوف اول حاجة بيقول لك المادة الصلبة هي مادة بتكون المسافات البيانية اللي بين الجزئين بتاعتها صغيرة جدا طيب ده سببه ايه سببه انه قوة التجازب او قوة التماسك اللي بين الجزئين قوية جدا يعني في قوة كده بتلم الزرات كده حوالين بعضها او بتلم الجزئين حوالين بعضها فبتخليوه قريبين او من بعض قوة التماسك كبيرة جدا فده بيخلي المسافات البيانية اللي ما بين الزرات قريبة او صغيرة فبالتالي بتحتفظ المادة هنا بشكل سابت قال لك شكلها بيكون سابت ومش بيتغير خالص زي مثلا الخشب وزي الازاز بتلاقيهم كتلة كده على بعضها شكلها بيكون سابت ومحدد زي القلم اللي انا مسكه دلوقتي في ايدي ده لقلم ده ليه شكل سابت وليه شكل محدد عمر مشاكله هيتغير باي شكل من اشكال الا بقى لو انا آآ سخنته بقى وان انا غيرت مثلا الظروف اللي هي اللي هو موجود جواه. انما بشكل عام لو انا حطت القلم كده شكله ما تغيرش. لو انا جبت مسلا آآ كوباية وحاطت جوا القلم مش هيتغاية. يبقى بيحتفظ بشكل ايه? سابت. الكلام هنا على المادة وهي في الحالة الصلبة. طيب بالنسبة للسوائل ما لها يا عام? قال لي والله المسافات البانية اللي ما بين الزرات او الجزئات بتبقى متوسطة. والسبب هنا يعني اللي خلى المسافات متوسطة يعني مش صغيرة. السبب هنا ان كوة التماسك ضعيفة. اللي ما بين الزرات واللي بين الجزئات. فده بيخلي يعني الجزئات بعيدة شوية عن بعضها. فده مش بيخلي للمادة شكل ثابت. بيخلي شكلها متغير. زي مسلا المية وزي الزيت. اللي يأكد الكلام ده ان انت لو جبت شوية مسلا مية حاطتهم جوا كوباية. هيعملوا ايه? حيملوا كوباية وياخدوا الشكل بتاعها. شلنا المية حطناها مسلا جوا حالة. حيملوا الحالة وحياخدوا شكلها. حطناهم جوا ازازة. حيملوا الاززابة برضو ياخدوا شكلها. ازا المية ما لها شكل معين او السوائل ما لها شكل معين. شكلها بيتغير على حسب ايه? الاناء او اه الوعاء اللي احنا بنحطها جوا. فعشان كلا ما لها الشكل ثابت فبنقول عليها كلا ايه? بالبلة دي مائعة. بالنسبة على حاجة معينة. طيب بالنسبة للغازات نفس الكلام. قالك بيكون المسافات البيانية اللي ما بين الزرات او جزئات كبيرة جدا. والسبب ان قوة تجازو في الحالة دي اللي ما بين الجزئات تقريبا منعدمة يعني تقريبا ما فيش قوة. تجمع الجزئات وتخليهم قربين من بعض عشان كلا بيكونوا بعيد او عن بعض. فالمسافات البيانية بيكون كبيرة. وده برضو بيخليها ملاهاش شكل سابت. يعني ملاهاش شكل محدد. بل بتتخز زي ما اقل لك كده شكل الاناء اللي هي موضوعة جواه وبرضو بيتقال عليها مائعة. يبقى افهم كده من الكلام ده ان المواقع بيكون حاجة من اتنين. يا سواء لامة غازات يا سواء لامة غازات. ده ميسال برضو الغاز الجزئات بتاعتهم متبعدة عن بعضها بتنتشر في المكان اللي هي محطوطة جواه وبتاخد شكل المكان اللي هي محطوطة جواه. مسلا زي غاز الكولورة او اي غاز بشكل عام. يبقى خلاصة الكلام افهم ايه من الحتة دي? افهم يا حبيبي من الحتة دي ان المادة عندنا تلات حالات صلبة وسائل وغاز. فيهم حالة سابتة محتفظة بشكلها محافظة على نفسها اسمها الحالة الصلبة. دي ملناش كلام عليها او ملناش داخل بيها. احنا كلامنا على الحالتين التانين اللي ملهمش شكل سابت. محدش عارف لهم شكل معين. شكلهم بيتغير على حسب ايه? المكان او الاناء اللي هم بيتحطوا جواه. خلاص ودول بنسميهم المواقع اللي هم السواءل والغازات. طيب تعالا بقى ناخد السواءل والغازات ونشوف كده ايه يا خواص المواقع. طيب اول حاجة لو هنقارن كده من بين السواءل والغازات مقارنة سريعة. فبيقول لك السواءل بيكون لها حجم معين. انما آآ الغازات برضو بتشغل اي حيز موجودة جواه وبتاخد الحجم بتاع الحاجة اللي هي جواه. حركتها حركة السواءل انسيابية. الجزيات خلي بالك نفسها بتتحرك بطريقة احتزازية في السواءل خلي بالك. تمام? وحركتها انسيابية. اما حركت الغازات برضو انسيابية بس عشوائية. خلي بالك انسيابية اقصد ان هي انتقالية. يعني انتقالية يعني بتتحرك من مكان التاني. تمام? السائل بيتحرك جزياته بتحرك عادي من مكان التاني. في شكل موجة اهتزازية. او حركة اهتزازية. يعني ايه? يعني انا مسلا واقف على الشط بتاع البحر. في موجة جيالي من جوه لحد برة. الموجة دي طالما جات لي ازان هي عملت حركة انتقالية. او بيقولوا عليها حركة انسيابية. الجزئ نفسه هو جاي او المية نفسه هي جاي بتتحرك ازاي? بتبقى طالع عنازلة. فحركتها انسيابية اهتزازية. او انتقالية اهتزازية. انما بالنسبة للغازات حركتها عشوائية. الغاز برضو بيتحرك من مكانه. انت لو فيه مسلا ورقة بتولع ولا حاجة بتلد وخم للدنيا. تمام? فالغاز بينتشر وبينتقل من مكانه. فحركته انسيابية وحركته انتقالية. بس بشكل يا شباب عشوائي. بطريقة عشوائية وحر بيتكلم ان شاء الله عنك. طيب ايه تاني برضو يعتبر من ضمن الاوجه الاختلاف ما بين السوائل والغازات? ان السوائل غير قابلة للانضغاط. انما الغازات قابلة للانضغاط. يعني ايه? يعني لو جبت كوباية زي دي كده. حطيت جوباة مية. وروحت حاطت عليها مجبس. ده اسمه مجبس. وحطيت فوق المجبس ده مثلا حاجة لها تقل معين. هل المجبس هيتحرك لتحت? قالك لا. طيب لو زودنا الاحمال على المجبس ده برضو مش هيتحرك لتحت. عارف لو انت بنفسك وقابت فوق المجبس مش هيتحرك لتحت. مستحيل. المية ما بتتضغطش. ما ينفعش ان انا اضغط شوية المية دول في مساحة صغيرة او في حجم صغير. ما ينفعش. المية بتتضغطش. السوائل مش بتضغط بشكل عام. عارف لو انت زودت الضغط على اللي هيحصل? هتلاقي كوباية او اليناء ده هينفجر. انما هي مش هتتضغط برضو. انما الغازات طيبة قوي. بتتضغط بكل سهولة. قالك قابلة للانضغاط. لو انت جبت المجبس ووحتضغط على الغاز هتلاقيه شكله بقام كده. شوية الغاز اللي كانوا منتشرين في كوباية كلهم جمعناهم كلهم في حتة قد كده. في حتة صغيرة. يبقى بالتالي احنا ايه? قدرنا نعمل انضغاط او ضغط للغازات. يبقى الغاز قابل للانضغاط. لو مسكت المجبس وحركتوا الفوق اتلاقي الغاز يرجع تاني حجمه يزيد. فالغازات مرنة شوية عن السوائل قابلة للانضغاط. هناك ما بتقبلش الانضغاط. دي حركتها شوية هناك حركتها انتقالية اهتزازية. هنا اه حجمها بتاخده من الحيز اللي هي موجودة جواه او من الاناء اللي هي جواه. انما هنا ليها حجم معين او ليها حجم ثابت. نتكلم بقى على اول صفة بتميز المواقع السوائل او غازات. وطبعا كلامنا هنا على السوائل. وهي صفة ايه الكسافة? تعرفة نشوف كده مع بعض ايه يا الكسافة? اول حاجة كسافة رمزها شبق حرف البي بس هو مش حرف بي. هو بيتنطق رو. طيب تعرفها ايه? قال لي هي قتلة وحدة الحجوم من المادة. هي قتلة وحدة الحجوم من المادة. استاذ فكرني كده بالتعريف ده كان معاني ايه? لان انا مسقط وناسب ومش فاكر اي حاجة. تعالها باشا. كلمة واحدة الحجوم يعني حاجة لحجم بتاعها بواحد. حاجة حجمها بايه? بواحد. يعني مسلا اروح اجيب مكعب طوله بواحد عرضه بواحد ارتفاعه بواحد. طوله عرضه ارتفاعه. كل واحد فيهم بواحد. خلاص كده? فحيبقى المكعب ده الحجم بتاعه بيساوي هو كمان واحد. واحد ايه بقى? واحد متر مكعب واحد سنتيمتر مكعب واحد ملي متر مكعب المهم ان حجمه بواحد. ايه بتنجاد. ده مسلا خشب. وامت رايح جايب برضو مكعب قده بالزبط. نفس برضو الطوله لعرضه بالارتفاع. يعني برضو حجمه بيساوي واحد. بس مسلا حديد. وبدأت ان انا اوزن الحديد واوزن الخشب. هل الاتنين حالي تقل واحد? هتقول لي لا طبعا مستحيل. اكيد الحديد في الحلقة دي هيكون اتقل من الخشب. او ده بقى اللي احنا بنتكلم عنه بقى. ليه الحديد? اتقل من خشب على الرغم ان الاتنين قد بعضه في الحجم. انا جبت حتة حديد قد بالزبط حتة الخشب. ليه بقى الحديد اتقل? قال لك هنا الموضوع بيرجع لحاجة اسمها كسافة. كسافة الحديد اكبر من كسافة الخشب. فده اللي خليه اتقل. يبقى قتلة. وحدة الحجوم من الحديد اكبر من كتلة نفس الحجم بس من ايه يا شباب? من الخشب. فده المقصود بكسافة المادة اللي هو كتلة وحدة الحجوم من المادة دي. ازاي نحسب الكسافة? قال لك والله اش انت حسب الكسافة فانت بتقسم الكتلة على الحجم. الرو بتساوي الام على الفوليوم. الرو اللي هي الكسافة. الام اللي هي الكتلة والفوليوم طبعا ان هو الحجم. اهم الحاجة هنا الوحدة او القانون والتعريب بتاعه. وحدة برضو الاس من الحاجات المهمة جدا هي والعوامل. طبعا صغيرة الابعاد اخدناها فولها سانوي. اما اللي سارب تلاتة. وحدة الاس برضو من الحاجات المهمة جدا اللي هي كيلو جرام على متر مكعب. لانه كتلة على حجم. النقعة طبعا كمية قياسية يعني ملقاش اتجاه. الحاجات اللي ببروزها دي مهمة جدا. يعني التعريف الواحدة القانون. طيب. التمسيل البياني من النقاط برضو المهمة جدا خلي بالك. الكتلة طردية مع الحجم. فالميل لما تقسم كتلة على حجم يدي لي كسافة. فخلي بالك. الكتلة طردية مع الحجم يعني ايه? يعني حضرتك وانت صغير? كان كتلتك صغيرة. لما قبرت حجمك زاد. وفي نفس الوقت لو روحت وقفت على الميزان دلوقتي هتلاقي نفسك كتلتك زادت. فكل ما بتكبر حجمك بيزيد وكتلتك بيزيد. طيب الكسافة قال لك سابتة. الكسافة بتظل سابتة. كسافة المادة بتظل سابتة مهما زادت كتلتها او زاد الحجم بتاعها. بس الكلام ده بشرط ثبوت الحرارة. يعني لو سبتنا الحرارة قال لك الكسافة في الحالة دي. لا تتوقف على كتلة او على حجم. لو الحرارة ايه? سابتة. في الحالة دي الكسافة. لا بتتوقف على كتلة ولا حجم. يعني مهما زاده. حيفضل الكسافة مقدار ايه? سابت. طيب واحد يقول لي ولو الحرارة مصر ما كانتش ايه? سابتة. كان ايه اللي هيحصل? في الحالة دي لو الحرارة بالسابتة اشوف بقى. الحرارة بزيد ولا بتقل? لو زادت الحرارة. لو مسلا زودنا الحرارة. فالحجم هيزيد. ساعتها تلاقي الكسافة قلت. لان هي عكسية ما الحجم بقى رياضيا كده من القانون. ولو مثلا الحرارة قلت هتلاقي الحجم بدأ ان هو يقل. ولما الحجم يقل ساعتها الكسافة ايه هتزيد. انما عند ثبوت الحرارة بتبقى الكسافة سبتة. طيب ايه العوامل بتتوقف عليها الكسافة? قالك تتوقف الكسافة بتاعت المادة على حاجتين. رقم واحد تعتمد على الوزن الزري. او الوزن الجزئي للعنصر او المركب. تاني حاجة بتعتمد على المسافات البينية بين الزرات او الجزئيات. خلي بالك عند ثبوت درجة الايه? الحرارة. طيب ده بالنسبة لملخص كده شامل وسريع ليه الكسافة? في المسائل طبعا عندك حاجة اسمها الكسافة النسبية. ممكن اجي بالك الكسافة النسبية دي كانت عبارة عن النسبة بين كسافة المادة وكسافة المية. فلما باجي حسبها بأسم كسافة المادة على كسافة المية. خلي بالك كسافة المية بالف. كسافة المية بالف. يعني ممكن اقول ان الكسافة النسبية ودي رمزها طبعا رو دوت. بتساوي كسافة المادة يعني رو مادة على كسافة المية اللي هي الف. عشان كده برضو من الحاجات المهمة جدا في المسائل. ان لو جد لك كسافة نسبية هات العادية. يا لأ دايما ممكن تبقى احفظ لهم كده. ادك نسبية هاتلوا عادية. طب اجيب ازاي كسافة العادية? اضرب النسبية في الف. ما باشتغلش بالنسبية في المسائل. باشتغل بالكسافة لايه? الى عادية. خلاص يبقى لو دالي كسافة نسبية اضربها في في الالف اللي هي كسافة المية اجيب الكسافة العادية بتاعت المادة. كسافة النسبية خلي بالك ما لقاش واحد القياس. ليس لها واحد القياس. لها قانون تاني الكسافة النسبية بتساوي كتلة المادة على كتلة المية لو كانوا الاتنين نفس الحجم. كتلة المادة على كتلة المية لو الاتنين نفس الحجم. واحدة قياسها خلي بالك ما لهاش. ليس لها واحدة قياس. لان انت بتقسم كسافة على كسافة او كتلة على كتلة. كميتين شوعة بعض فملهمش واحدة اياس. في مسائل السبيكة او مسائل الخليطي. يعني لو قال لك حطينا مادتين على بعض. سواء كان المادتين دولا سوائل او مواد صلبة. هيعملولك حاجة اسمها سبيكة او هيعملولك خليط. لو عايز تجيب كسافة للخليط ده. فكسافته هتساوي كتلة الخليط على حجم الخليط. يعني بتجمع كتلة المادتين على حجم المادتين. وتقسم على بعض. تجيب من هنا الكسافة. بنستفيد ايه من الكسافة? في حياتنا كتاب المدرسة قال لك في عندك تطبيقين مهمين على الكسافة. او تطبيق هو بنقدر من خلالها نتعرف على مدى شحن بطلية العربية. ازاي يا عمي? قال لك والله بطلية العربية بتتكون من الحاجتين اساسيين. رقم واحد عندك هنا محلول بنقول عليه محلول الكتروليتي. عبارة عن حمد كابريتيك. المحلول ده بنغمر كده فيه الواح رصاص. الواح ايه? رصاص. بمجرد ما حضرتك تشغل البطارية بتاعة العربية دي يعني تبتجي توصلها وتشغل العربية. بنلاحظ ايه اللي بيحصل? قال لك بنلاحظ ان بعد فترة البطارية بتضعف. وشحنتها بتقل. طيب ليه شحنتها قلت? اقول لك انا بقى. قلل ان الواح الوصاص دي بتبدأ ان هي تتفاعل مع الكابريتات اللي في حمد الكابريتيك. فنتيجة كده نتيجة التفاعل ده يبدأ الواح الوصاص تجزي بالكابريتات ناحية الالواح. فتبدأ تتراكم على الالواح. فتلاقيها بدأت تعمل مادة اسمها كابريتات الرصاص. تبدأ الالواح دي ترتب كده. فتكون مادة اسمها كابريتات الرصاص. لما جايس انا نسبة الكابريتات في المحلول دلوقتي حاليا قلت. قلت ليه? لان معظم الكابريتات اللي في المحلول سبت ومشت. راحت فين? راحت تتراكم على الالواح الوصاص. فتلاقي البطارية كافيتها بدأت تقل جدا. اجيس الكسافة بتاعت السائل الاقي الكسافة قلت زي ما قلت لك لان نسبة الكابريتات اللي في قلت. فلاقي ساعتها ان البطارية شحنتها بدأت تضعف. ازاي بقى نرجع تاني البطارية سليمة? قالك بنعملها عملية اعادة شحن. نبدأ ان احنا نشحنها تاني. فلما شحنها تبتجي الكابريتات اللي على الرصاص ترجع تاني للمحلول. فيرجع تاني يعلى التركيز بتاع الكابريتات ويرجع تاني الكسافة تزيد. يبقى لو استكسفت المحلول لقيتها قليلة. افهم من كده ان حصل استهلاك للكابريتات. في التفاعلات اللي بتحصل ما بين وبين الواحي الرصاص. وده يدل على ان البطارية آآ كفاءتها قلت. لو لقيت الكسافة بتاعت المحلول عالية فده معنا ان البطارية سليمة وبشحونة. يبقى ازاي بنستدل على مادة شحن البطارية قال لك لما بيحصل تفريغ للشحنة. القهربية من البطارية بتقل لي كسافة المحلول. بتاع حمد الكابريتيك المخفف نتيجة استهلاكه في التفاعل مع الواحي الرصاص لتكوين مادة الكابريتات الرصاص. بنرجع نعمل عملية اعادة شحن فترجع تاني تتحرر ايونات الكابريت دي من انواح الرصاص وترجع تاني للمحلول فتزيد مرة تانية كسافته. بنستفيد برضو من الكسافة في الطب. ازاي عم قال لك والله في تشخيص بعض الامراض. زي مسلا الانيميا. ازاي قال لك والله الانيميا من امراض الدم. والدم كسائل في جسمنا لكسافة محددة. كسافته كان بقى الدم? كسافته من الف واربعين لالف وستين. تتراوح من الف واربعين لالف وستين. لو كسافة الدم عند الانسان قلت عن الرقم ده فده معناه انه مصاب بفقر دم او مصاب بالانيميا. خلاص? يبقى اه يعرف الشخص المصاب بالانيميا ازا كانت كسافة الدم عنده تساوي نقط. ممكن يقول لك مثلا الف واربعين الف وخمسين الف وستين. ولا الف مثلا وثلاثين. اقول له الف وثلاثين. ليه? لانه اقل من الف واربعين. الطبيعي يكون من الف واربعين لالف وستين. تمام? اقل من كده. فده معناه ان الشخص عنده انيميا. كمان برضو ممكن نستدل على بعض الامراض زي الاملاح. من خلال برضو اياس كسافة البول. كسافة البول العادية المفروض ان هي بتبقى الف وعشرين. ده الطبيعي. ولو الشخص مصاب بآآ مرض مسلا بيسبب افراز املاح هتلاقي كسافة البول عالت على الالف وعشرين. بدت ان قيمتها تزيد على الالف وعشرين. بسبب الاملاح اللي موجودة في الجسم. ده بالنسبة لكسافة وتطبيقات الكسافة. تعالي ناخد كده مسألة باستخارص على الكسافة ونكمل ان شاء الله. السؤال هنا بيقول لمتوازي مستطيلات من الالمونيوم. كتلته يعني الام بتاعته. واحد وتمانية من مية كيلو جرام. طوله تمانية سنتي. عرضه خمسة سنتي. كسافة مادته اللي هي الرؤم. اتنين وسبعة من عشرة جرام على سنتيمتر مكعب. ملاحز انا حاجة غريبة هنا في المسألة. ان هو داني الكسافة مش بالكيلو جرام على المتر مكعب. لا. بالجرام على سنتيمتر المكعب. فمن الواضح كده وحتى كمان الاجابات بالسنتي كلها. من الواضح هنا ان انا محتاج اشتغل المسألة بتاعتي بالوحدات اللي هي الصنتي والجرام. يعني انا مش محتاج ان انا حول للعرض ولا الطول. هخليهم زي ما هم بالصبت. كمان الكتلة محتاج ان انا خليها بوحدة الجرام مش الكيلو جرام. طيب وازاي احولها? بص يا سيدي. لو قلتلك الكيلو عشرة واست كام? تلاتة او التلك في الاول. يبقى انا لو عايز احول من كيلو جرام لجرام اعمل ايه? اضرب في عشرة واست تلاتة. لو ضربت اللي هي الف يعني? لو ضربت هيطلع لك على الالة الف وتمانين. رايح فين يا عم? الف وتمانين. كنا انت حولت الكتلة خليتها بالجرام. خلي بالك مش دايما بحاول الجرام بشغل بكيلو دايما. بس عشان المسألة هنا اداني هنا كتلة جرام اداني كمان اللي واحدات كلها بالصنتي. فانا اخليها زي ما هي بالجرام. طيب ايه المطلوب? قال لك انا عايز الارتفاع. الارتفاع ده بتاع ايه? بتاع المتوازي. طيب انا عايز اجيب ارتفاع المتوازي. ممكن اجيب ارتفاع ازاي? قال لي عن طريق الحجم. مش انت عارف ان الحجم المتوازي. بيساوي الطول في العرض في الارتفاع. خليك تمام. فانا ممكن من القانون ده اجيب الارتفاع. ايه ومصر انا معي طول فعلا هو مديني طول في المسألة بتمانية. ومعي كمانة العرض مديني في المسألة بخمسة. واقدر اجيب الارتفاع بس الكلام ده لو معي الحجم. انا سيدي ما اللي هقول لك ازاي تجيب الحجم. مش انت معاك الكتلة والكسافة. قال لك تمام? وانت عارف ان الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم. تقدر تجيب الحجم. من المسلس الحجم هيساوي الكتلة على الكسافة. الكتلة على الكسافة. يبقى اول حاجة هعملها هجيب الحجم بتاع المتوازي. هقسم الكتلة على الكسافة. طيب الكتلة احنا قلنا الف وتمانين. على الكسافة اللي هي اتنين وسبعة من عشرة. فهيطلع معاك الحجم بيساوي ربعمية. اجي هنا بقى اعود. يبقى الحجم ربعمية بيساوي. الطول في العرض في الارتفاع. الطول بتمانية والعرض بخمسة. لو ضربنا طول في عرض بكام? تمانية في خمسة باربعين. في الارتفاع. كده انا ضربت الطول في العرض. تمام? الطول في العرض. طول في الخمسة باربعين في الارتفاع. اقسم بقى عشان اجي من الارتفاع هقسم هنا على الاربعين وهقسم هنا برضو على الاربعين. دول روحوا مع بعض وبقى لك الارتفاع اللي انت عايزه. الناحية التانية بقى. الربعمية على الاربعين. فيها كام? قال لك فيها العشرة. يبقى الارتفاع بتاع المتواجزة ده هيبقى كام? هيبقى عشرة سنتيمتر. الاختيار التاني. طيب السؤال اللي بعد بيقول لي خلطت 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 يعني خليط. معروفة يعني يا متعلمين يا بتوع مدرس. خلطت دي ما خليط. خلطت كتلتين متساويتين. اه كتلتين متساويتين. يعني انت عندك مادتين. الاولى كتلتها زيها زي التانية. يعني لو دي مثلا اماية في اللي هناك برضو نفس الاماية. كتلتين متساويتين. من سائلين. لا يتفعلا مع بعض. فاذا كانت كسافتين السائلين? كسافت الاول روء. كسافت التاني تلاتة روء. فان كسافة الخليط بكام? طيب. انا قلت لك ان كسافة الخليط بالساوي. كتلة الخليط. على حجم الخليط. كلام ايه? جميل وكلام سليم. فيجي هنا واحد يقول لي كتلة الخليط احنا خلطنا مادتين على بعض. كتلة الاول ام والتاني ام. فكتلة الخليط هتبقى اتنين ام. اقول له تمام التمام. وكمان امسر لو انا عايز اجيبي الحجم فانا حجم مع حجم الاولى على حجم التانية. طيب انت معاك الحجم بتاع الاولى والتانية? لا معايا الكسافة. طيب تقدر تجيب الحجم? اقدر. ما هو الحجم بيساوي كتلة عالكسافة? يبقى حجم الاولاني هيساوي كتلة عالكسافة يعني ام على رو. طيب حجم التاني نفس الكلام كتلة على كسافة يعني ام على تلاتة رو. تعالى بقى ام على تلاتة رو. طيب تعالى بقى نجمع حجم الاول على حجم التاني. يعني ام على رو. زائد ام على تلاتة رو. ممكن اخد الامة على الروعة من المشترك? ممكن. فيبقى اتنين ام زي ما هي فوق. هياخد الامة على الروعة من المشترك. وافتح كوس. لما اخد امة على رو يبقى لي مكانها واحد. زائد. لما اخد امة على رو يبقى لك واحد على التلاتة. ما انت خدت الامة وخدت الرو بقى مكانه مفاضي. يعني فوق بقى عندك واحد وتحت تلاتة. بص يا سيدي بقى. الام راحت مع الام. الرو دي بقى مكانة واحد على رو فمقام المقام يطلع بسط يعني الروعة تطلع لفوق. فهيبقى فوق اتنين رو. وتحت هيبقى لك واحد زائد واحد على التلاتة اللي هي على الالة تطلع لك اربعة تلاتة. لو جيت على الالة حسبتها قلت اتنين على الاربعة على التلاتة. هيطلع لك على الالة تلاتة على الاتنين. واحد ونص يعني. فيبقى الكسافة بتاعت القليل دي تلاتة على الاتنين يعني واحد ونص رو واحد ونص رو. اول اختيار اللي هي تلاتة على الاتنين. خلاص طبعا احنا بدي اخد نبزة يعني حاجة كده اللي هطار في المعلقة من كل جزء عندنا في المنهج. انما لسئلة هتبقى اكتر من كده طبعا ان شاء الله على كل جزء. وهحللك على كل فكرة بإذن الله بحس ان انت ما فهمت الشفا من اللي بعده. ولو فهمت تثبت الفكرة. تمام? انا بس دلوقتي بس اعرض معك المنهج. عشان ايه? نفتخر كده مع بعضينا. واللي ما كانش اصلا بيزاكر. يبتجي كان الرمز بتاعه حرف البي. طيب يعني ايه ضغط? قال لي الضغط هو عبارة عن القوة العمودية. وخلي بالك من الكلام. هو قوة العمودية. قوة العمودية. التي تؤثر على وحدة المساحات المحيطة بنقطة ما. يعني ايه? يعني يا سيدي ان او انت جبت كنزة بالشكل ده. وقلت لك طبق الكنزة دي. يعني عايزك تضبقها. عايزك تضغطها كده بالبلد. هتضغطها ازاي? هتقول لي هدوس عليها. يعني هتأثر عليها بقوة صاح الكلام? صاح الكلام. القوة اللي انت هتأثر بها عليها ازاي? هل هتيجي تشطها كده من هنا? يعني انت هتحطها على الارض من جاي شريطة? لا انت كده هتطيرها. انا عايزك تضغطها. ازا مش هأثر عليها بالشكل ده. القوة دي اسمها قوة ممسية. بنسميها قوة جانبية او قوة ممسية. القوة الممسية دي ما بتعملش ضغط. الضغط هنا بيكون بصفر في الحالة دي. طيب هل هتأثر عليها بالشكل ده? والله انا لو هتضع الارض وروح تمأثر عليها بالشكل ده انا هعوجها من الجنب. هعوجها من الجنب. يعني هتطبقها كده من الجنب. فهنا هي مش هتضغط بشكل كامل. فالضغط هنا بيكون مش احسن حاجة او مش اكبر حاجة. عشان تسبب ضغط كامل على الكنزة دي لازم تأثر عليها بكوة عمودية. لازم تخطها كلها على الارض. ثم جاي من ديها واحدة من فوق. كده انت ضغطها. قصرت عليها بكوة عمودية فسببت ضغط ايه? عليها. يبقى عشان اقول ان خصل ضغط لازم يحصل ضغط ازاي? لقال لك لازم تأثر قوة عمودية. على المسيحة بقى بشكل عام سواء كانت كان زي علبة سمنة زي ما يكون. المهم ان انا عشان اعمل ضغط لازم تبقى قوة يا رجالة عمودية. ودي نقطة مهمة جدا لانه في المسائل ممكن ما يدينيش قوة عمودية. وهقول لك هيعمل معاك يساعدة. واحدة اياس الضغط هي البسكال وده بيساوي النيوتن على المتر تربية. بسكال هو نفسه نيوتن على متر تربية. في عندك برضو واحدة تانية. تمام. كيلو جرام في متر سالب واحد في سانية سالب اتنين. وبرضو عندك واحدة نيوتن على المتر بيه احنا قلناها. وعندك كمان واحدة الجول على المتر تكايب. من هنا اخلي بالك انا ممكن استانت القانون للضغط. غير القانون احنا هنعرفه دلوقتي. طب تعالي ناخد القانون الاول كده. صغة الابعاد. قال لك بيساوي ام ال سالب واحد يسالب اتنين. طبعا جوه الاولى سانوي بالصبار ده يعني هي تبع اعرفه. الحالات بتاعته الحالة الاولى عندك هنا احنا قلنا قوة عمودية. تاخدها زي ما هي. وتقسمها على المساحة كده انت اجبت الايه? الضغط. طيب لو مدنيش القوة احط بدلها الام في الجي. احط بدلها الام في الايه? في الجي. اللي هو الوزن بمعنى صح. يعني ممكن بدل القوة العمودية اعوض بالوزن. طب افر بقى قوة كانت عاملة زاوية. زي القوة اللي جاية بزاوية دي. اعمل ايه? هنا انت عندك حالتين. يا اما القوة عاملة زاوية مع السطح. يا اما عاملة الزاوية دي? مع العمودة ع السطح. يعني يقول لك مسلا قصرت كوة مقدرة خمسين نيوتن او خمسين اه اه تصنع زاوية خمسين مسلا درجة مع السطح. او قصرت كوة تصنع زاوية خمسين درجة مع العمودة ع السطح. لو قال لك مع السطح ساعتها هتضرب الكوة اللي هو هيديها لك في صين الزاوية. طب لو قال لك مع العمودة تضربها في كوزاين الزاوية. يعني مسلا. رسمة زي دي. ادي كوة ايه? عاملة زاوية ده الجسم هو دي كان زي ايه? القوة هنا عاملة زاوية معه? مع السطح. اضرب الكوة اللي هو الدهاني في صاين الزاوية. فاقول اف في صاين سيت. على المسيح? على الايه يعني? طب لو الزاوية كانت مع العمودي يعني الزاوية بينها وبين العمودي ده. اضرب ساعتها في الكوزاين. خلاص? يبقى اداني الزاوية مع السطح اضرب في الصاين زاوية مع العمودي اضرب في الكوزين. بشكل عام لو قوة عمودية باخدها زي ما هي. طيب. الحالات التانية ايه لوحدها اول حالة لو قوة عمودية اعوض زي ما هي. اخدها كده احسب بها الضغط. اقسم القوة على المساعة. لو ميلة بزاوية على السطح اضرب في الكوزين فيبقى قانون بتاع او حضرب ايسف في الصين فيبقى قانون بتاع اف صين سيتا على ايه? ولو كانت الزاوية مع العمودة عالسطح حضرة في الكوزين. فساعتها تبقى الضغط بيساوي F في كوزين سيتا على المساحة اللي هي الاي. ده بالنسبة لحالات الضغط. وطبعا قلت لك لازم تبقى قوة عمودة. بالنسبة للضغط في باطن سائل. قال لي برضو لو انت عندك نقطة في باطن سائل فالنقطة دي بتتأثر بضغط. طيب سبب الضغط ايه? هل في قوة عمودة بتأثر عليها? قال لك اه في قوة عمودة بتأثر عليها. ايه هي يا عم القوة دي? قال لي وزن السائل. هو مش السائل ده ليه وزنه وليه تقل? طبعا. بدليل انه ما ينفعش مسلا بيعملوا الغواصات من الازاز. ليه يا عم? لان الغواصة دي بتنزل على عمك في المية والمية ليها وزنة. وليها تقل. فممكن ان هي تضغط على الازاز ده وما يتحملاش هوت القصر. بيصنع طبعا بيصنعوها من اه معادن شديد الصلابة زي مسلا التيتانيوم. طيب. مسلا ما ينفعش ان انا اعمل كبايات القاعدة بتاعتها او السمك بتاع القاعدة بتاعتها رفاية. ما ينفعش خالص. ليه? لان محتاجة ان هي تتحمل الضغط طبعا مش بتكلم على كباية بتكلم على حاجة كبيرة مثلا زي جردل مسلا كبير. ما ينفعش بقى السمك بتاعه صغير. لازم بحاجة اه سميكة بحس ان هي تتحمل الضغط. فايزا السوائل ليها وزنه ولها تقل. فبالتالي بيبقى ليها ضغطة على القاعدة. الضغط ده سببه زي ما قلتلك وزن السقل. فانا لو عندي نقطة انا مش هاخد القاعدة كلها انا هاخد نقطة في القاعدة. قالك النقطة دي بتتأثر بضغط. سببه ايه? سببه شوية الميا اللي فوق منها. عمود الميا اللي فوق منها ده عمل طوق اللي كده عليها. تمام? تخيل كده ان انت شايل فوق دماغك حاجة. مش الحاجة دي هتعمل ضغط على دماغك او ده نفس الكلام. لو في نقطة في الميا فالنقطة دي كدناها شايل لعمود الميا اللي فوق منها. ففي ضغط عليها. سببه ايه? قالك سببه عمود الميا. وزن عمود الميا اللي بيأسر عليه. عشان جرت ضغط بباطن سائل قالك هو عبارة عن وزن عمود من السائل بيأسر عموديا على النقطة او على وحدة المسيحات المحيطة بالنقطة اللي في باطن السائل. ازاي نحسب الضغط عند روطة بباطن سائل? قالك والله الضغط بيساوي الرو في الجيفلتش. كسافة السائل في عجلة الجاذبية في الاتش. اهو اهم حاجة بقى في القانون ده كله الاتش. ليه? الاتش ده هو بعد النقطة خلي بالك عن السطح. بعد نقطة عن مين? عن السطح. مش على القوع. لانه بيلعب على الحتة دي في الامتحان كتير اوي. بيوقع ناس كتير مع الاسد. في ناس كتير بتتخدع. يقول لك ايه? يجب لك مسلا مسألة بالشكل ده. يقول لك الايناء ده ارتفاعه مسلا عشرين سنتي. في نقطة هنا بعيدة مسلا عن القوع خمسة سنتي. يقول لك احسب الضغط عند النقطة دي. تمام? احسب لي الضغط عند النقطة دي. البعد ده خمسة اه? احسب الضغط عند النقطة دي. فناس كتير? ناس كتير لما تجي تعود وتحسب الضغط هتضرب الرو في الجي في الاتش. الاتش هنا تعود بخمسة. وده غلط. انت بتاخد بعد النقطة عن سطح السائل. ليه? لان انا زي بقيت لك الضغط عند النقطة دي سبب ايه? عمود السائل اللي فوق منه? فانت لازم تاخد بعدها عن السطح مش بعدها عن القوع. فخلي بالك بالله عليك انت بتعود دايما ببعد النقطة عن السطح. العلاقة بين الضغط وبين البعد عن السطح علاقة خلي بالك تردية. كل ما النقطة بتنزل لتحت قوي كل ما البعد اللي بينه وبين السطح بيزيد. فالضغط هو كمان ايه? بيزيد. لو قال لك احسب الضغط الكلي فانا هو يقصد ضغط السائل اللي هو زائد الضغط الجوي اللي هو الضغط الجوي. خلاص يبين لو قال لك احسب الضغط كلي ازود الضغط الجوي. اطلعك العلاقة اللي بين الضغط والبعد عن السطح هي علاقة طردية. نفس الكلام برضو هنا لو ادي لك برضو العلاقة بين الضغط والبعد عن السطح برضو هي علاقة طردية. اللي اختلاف بس زي ما انت شايف ان هنا الرسمة طالعة من السفر وهنا الرسمة مش طالعة من السفر. تفسيرها اياه مستر على السريح اقول لك انا. لو كان الاناء بتاعنا مش بيتعرض للهواء يعني فيه حاجة كده غطى على الاناء. وانا في القوع هنا. انا كده بعيد او عن السطح فالضغط عالي. طلعت فوق شوية قربت من السطح فالضغط قل. وبعدين الضغط قل. كل ما هتطلع على فوق الضغط هيقل لحد ما هتطلع على السطح الضغط هيكون وصل لايه? للسفر. فعشان كده اخلي بالك. كل ما الاتش او كل ما اللي ارتفاع بيقل كل ما الضغط بيقل ليه? اللي حد بيوصل للسفر. وده اللي بيحصل هنا والضغط فضل اللي لحد ما وصل لايه? للسفر. طيب لو كان الاناء بتاعنا ملوش غطى. ساعتها هو متعرض للهواء. فبص بلا هيحصل هنا ايه? انا في القوع فالضغط عليك كبير جدا. طلعت فوق شوية. قربت من السطح فالضغط قل. طلعت هنا شوية. قربت من السطح فالضغط قل. افضل اقرب من السطح والضغط يقل لي يقل لحد ما بقى عالسطح. لما بقيت عالسطح الضغط قل خالص بس ما وصلش للسفر. ليه? قال لك لانه لما تطلع على السطح. صحيح ما بيش سائل هيضغط عليك. بس لسه فيه الهواء. الهواء ليه ضغط اسمه الضغط الجوي. فمهما فضلت تطلع لفوق اه هيقل الضغط بس عمره هيوصل للسفر. اقل حاجة هتوصل لها هي انك هتتأثر بقيمة الضغط ليه الجوي. فهنا لازم حيفضل الضغط يقل لي يقل لي ليه مين? الضغط الجوي. ميز ما بيلي الاتنين خلي بالك لان هي جزئية مهمة جدا خلي بالك. خلاص يبقى لو اه العلاقة بين ضغط السائل والبعد عن السطح فقط يبقى طالع من السفر. طيب الضغط الكلي والبعد عن السطح. العلاقة عمره ما بتطلع من السفر. بتطلع من عند دايما مقطة تمثل قيمة الضغط الجوي. خلي بالك لو قال لك ارسمني العلاقة بين الضغط والبعد عن القاع ساعتها هتبقى العلاقة عكسية. لان هو انا قلت لك الضغط ترجي مع البعد عن السطح. المسافة اللي بينه بين السطح. انما لو هتاخد البعد عن القاع في العلاقة عكسية. طيب هنا لو هرسم علاقة بينية ما بين الضغط كلي. والبعد عن القاع. برضو نفس الكلام هتبقى علاقة ايه? عكسية. بس خلي بالك من الفرق ان العلاقة دي هتفضل تقل بس عمره ما هتوصل للسفر. هتوصل لحد قيمة زي ما قلت لك الضغط الجوي. تمام? اه عندك هنا شكلين للعلاقة اللي بين الضغط والبعد. لو كان بعض عن سطح يبقى علاقة ضردية. بعض عن قاع علاقة عكسية بتوصل للسفر. اما لو هنا الضغط كلي مع البعد برضو. لو كان عن السطح علاقة ارضية. ولو كان البعد عن القاع علاقة عكسية. بس في الحالتين ما بتوصلش الخط او بيوصلش الخط للسفر. قال له قيمة ليه بتبقى قيمة الضغط الجوي. طيب مع لش حاجة سريعة كده واخيرة. لو انا عندي اناء بالشكل ده. وعندي مجموعة نقاط جنب بعضها. وليكن مثلا او خليها كده هشتبقى اوضح. النقاط دي بعضها عن السطح متساوي. يبقى الضغط عندها متساوي. انت ما فيش واحدة على عمق اغوط من التاني او اكبر من التاني. كلها على عمق واحد. فبالتالي كلها على خط واحد. الضغط عندها متساوي. فهنا خلي بالك في قاعدة مهمة او بتقولك ان الضغط متساوي لجميع النقاط التي تقع في مستوى افقي واحد. الضغط متساوي لجميع النقاط التي تقع في مستوى افقي واحد في نفس الساعة. تمام? فعشان كده الرسمة الاخيرة. لو جاب لي علاقة بين الضغط. والبعد الافقي. فالضغط بيكون ساعتها متساوي. خلاص? بص عندها كم علاقة. ما بين البي والاتش. والله العظيم يعني لو انت ما كنت استمعت الكلام ده قبل كده. واكيد اتقلك. فانت ممكن تكون نسيب. بس لو ما ركسبش الكلام ده. اه انا اسف تتغفل حرفيا في سؤال انت انفكره سهل تطلع تلافسك عنه غلط. لان انا ما اقاردش صح. اي العلاقات البيانية التالية. يمثل العلاقة بين ضغط السائل وبعد نقطة في باطنه عن القاعة. فانا اريد السؤال باستهتار. فجات معايا ان هو عايز العلاقة بين البي والبعد اللي انا عارفه اللي هو الاتش. فاخترت العلاقة الترضية. معا انه قال لك بعد النقطة في باطنه عن القاعة. فالمفروض ان انا اختار العكسية. طيب العلاقة بين اه الضغط والبعد الافقي لمجموعة مقاط مسلا تقع في باطن سائل. اقول له والله في الحالة اجي علاقة سبتة. طيب العلاقة بين الضغط وبين البعد عن السطح. اقول له والله في الحالة اجي العلاقة ترضية. فخلي بالك باللي قالك من التلاعب بالالفظ. ولو طبعا كان الضغط كلي ساعتها بتبقى العلاقة زي ما قلت لك مش تطلعها من السفر ولا بتوصل للسفر. تمام تمام. طيب اه كان في رسمة تانية هنا مسحت ولا ايه? بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. دي كب بتمسر كمية الضغط ايه جوي? طيب معلين? خلاص كده احنا اتكلمنا على الضغط باطن سائل. الله ماشي. رسمة ايه ده ايه كانت مرسومة بسان ماشي. ايه المهم يا سيدي? التطبيقات بتاعة الضغط. طيب ايه هي تطبيقات الضغط او ايه هي الحاجات اللي احنا باستفاد منها من اياس الضغط? قال لك والله اه مسلا في الطب ابن السفيد من الضغط في اياس ضغط الدم. عندك امتين لضغط الدم فايبن ادم طبيعي. انقباضي وانبساطي. عضلة القلب لما بتنقبض. بيقل حجمها او بتقل مسيحيتها بمعنى صح. الضغط بتاعها بيزيد. لما بيقل المسيحة الضغط بيزيد. بيوصل لاجبر قيمة ليه? اللي هي مية وعشرين طور. مية وعشرين طور. بعد كده بتنبسط عضرة القلب. فبتزيد مسيحيتها فيقل الضغط بتاعها ويوصل لتمانين طور. فممكن يجي يقول لك مثلا اكبر قيمة ضغط الدم كام? اقول له مية وعشرين. طيب قيمة الضغط الانبساطي اللي هي اقل قيمة بكام? اقول له بتمانين طور. كمان بنستفيد منه في ضبط الهواء او ضغط الهواء داخل اطار السيارة. قال لك والله لازم يبقى ضغط الهواء جوك كويت شابتة العربية. ضغط عالي. تمان? بنستخدم هنا اجهزة لتعيين ضغط الهواء داخل اطارة. اه اطار السيارة. فيكون ضغط الهواء داخل الاطار يئمة منخفض يئمة عالي. لو كان اه عالي فده حاجة كويسة لان الضغط لما يكون كبير. طبعا الضغط قوة على مساحة. فالضغط عكسي مع المساحة. ضغط لو كان كبير المساحة هتبقى صغيرة. مساحة التلامس اللي بين الكويتشة والارض هتبقى صغيرة. فده هيقلل الاحتكاك وبالتالي الكويتش مش هيسخن. خلاص يبقى لو كانت ضغط عالي نسبيا يعني حلو مناسب. في الحالة دي هتقل مساحة التلامس اللي بين الاطار والطريق. وده هيقلل الاحتكاك مع الطريق وبالتالي هتقل سخونة الاطار. اما لو كانت ضغط بتاع الهواء اللي جوه قليل هتلاقي الكويتشة برياحة كده على الارض. مساحة التلامس اللي بينه من الارض هتبقى كبيرة. اللي احتكاك هكون اكتر. فبالتالي هيسخن الاطار. لو كان منخفض فهيزيد حالة تزاد مساحة التلامس بين الاطار والطريق. وبالتالي هيزيد الاحتكاك وبالتالي حيرتفع حرارة الاطار. تعالى نشوف كده مثال على الضغط. سؤال على ضغط باطن سائل بيقول لي طبقة من الماء سمكها خمسين سنتيمتر تستقر فوق طبقة من الزغط سمكها عشرين سنتيمتر. تعالى نرسم الكلام ده. عندك طبقة من الزغط. الطبقة دي سمكها عشرين سنتيمتر. ده زغط. فوق منها عندك طبقة من المية. السمك بتاعها خمسين سنتيمتر مية. طيب ماء المطلوب. اما الراجل قال لحضرتك ايه? قال لك فان الفرق في الضغط. الفرق في الضغط. عايز فرق الضغط. ماشي? ما بين نقطتين. واحدة منهم عند السطح اللي بيفصل ما بين المية والزقبك. يعني هنا كده. ما هو اللي فوق منه مية ولا تحتمله زقبك اوه. يبقى واحدة هنا. والاخرى في قاع الزقبك. يعني التانية في القاع هنا تحت. حيبقى بيساوي كم فرق الضغط. واحدة واحدة كده عليا ان شاء الله سأل. النقطة دي قلت لك اللي بيأثر عليها عمود من السائل اللي فوق منها. طيب مين اللي فوق منها المية? يبقى الضغط عند النقطة دي وليكن مسلا نقطة رقم واحد. الضغط عندها بيساوي ضغط المية اللي هو الروق في الجي في بتاعت المية. طيب النقطة اللي تحت دي هنسميها مسلا رقم اتنين. مين اللي بيضغط عليها? قال لك عمود السائل اللي فوق منها? طب هي اللي فوق منها مين بالزبط? قال لك فوق منها طبقة من الزقبك فوق منها طبقة من المية. يعني النقطة رقم اتنين اللي بتحت دي? بتتأثر بضغط الزقبك وضغط المية. لان هي في القاعة كله. فوق منها مية وزقبك. فالضغطة عندها هو عبار عن ضغط المية. رو جي اتش مية. زقت كمان الزقبك. يعني رو في جي في اتش زقبك. فالراجل عايز فرق الضغط. فرق الضغط ما بين النقطتين دول. يعني اطرح. فرق الضغط بيساوي. ضغط النقطة اللي فوق نقص اللي تحت او اللي تحت نقص اللي فوق. لو طرحنا ضغط اللي تحت نقص اللي فوق يعني رو جي اتش مية زقت رو جي اتش زقبك. ده ضغط النقطة اللي تحت هطرح بقى منه ضغط اللي فوق يعني رو جي اتش مية. هتلاحز من هنا ان انا ممكن اودي رو جي اتش مية مع رو جي اتش مية لان هنا ناقص يعني هيطرحوا من بعض. فيبقى لك ان فرق الضغط بيساوي الرو في الجي في الاتش زئبك. ماردتش من الاول اقولها لك ملحوظة عشان هتقول لي يعني ايه? لما يجي يقول لك انا عايز فرق الضغط بين نقطتين. لما يقول لك انا عايز فرق الضغط بين النقطتين? فتقول له يعني ضغط السوائل اللي بين النقطتين. يعني ايه? قال لك فرق الضغط بين النقطتين بيساوي ضغط السوائل اللي بين النقطتين. يعني ايه? يعني انت عندك سائل اسمه ايه? فوق منه سائل اسمه بي. فوق منه سائل اسمه مسلا سي. قلت لك انا عايز فرق الضغط ما بين نقطة في القاع تحت خالص? ونقطة عند عند السطح اللي بيفسل ما بين بي و سي يعني نقطة هنا. ففرق الضغطة ما بين النقطة اللي تحت ونقطة اللي انا محددها لك هنا دي بيساوي ضغط السائلين اللي ما بينهم يعني ضغط بي زي الضغط ايه? طيب لو جاب لك مسلا نقطة هنا ونقطة هنا وقال لك العايز فرق الضغط ما بينهم. الفرق ما بين ضغط دي وضغط دي بيساوي ضغط السائل اللي ما بينهم اللي هو ضغط السائل سي يعني رو جي اتش بتاعت السائل سي. طب اخيرا نقطة مسلا هنا ونقطة فوق خالص. فرق الضغط ما بينهم بيساوي ضغط السوال اللي ما بينهم. يعني ضغط اي زائد بي زائد سي. رو جي اتش اي زائد رو جي اتش بي وهكذا. فهنا انت كان عندك نقطة عند السطح اللي ما بين المية. والزقبك ونقطة في القع. فرق الضغط ما بينهم هيساوي ضغط السائل اللي بينهم. مين السائل اللي بينهم ده? اللي هو الزقبك. من غير ايه اي استنتاجات تقدر تحفظ القانون ده بازدك يا رب. كده بقت المسألة سهلة هقول رو في جي في اتش الزئبك. كسافة الزئبك تلات عشر الف ستمية. في الجي اللي هي عجلة الجاذبية بعشرة. في ارتفاع الزئبك اللي هو عشرين سنتي فلازم اقول في عشرة قصة سالم اتنين. ادخلها على الايلة زيبهية. يطلع حلها ان شاء الله اتنين واتنين وسبعين من مية. في عشرة قصة اربعة نيوتن على متر تربية. تطبيقات الضغطة اه في عند نقطة باطن سائل كان اهمها تلات اجهزة. الجهاز الاولاني حاجة اسمها الانبوبة زيتا الشعبتين وبعد كده البارومتر والمانومتر. اول حاجة الانبوبة زيتا الشعبتين. بتتكون من ايه? او هي عبارة عن ايه? قالك هي عبارة عن انبوبة على شكل حرف يو. بنستخدمة في تعيين كسافة سائل مجهول بدلالة سائل تاني كسافته معلومة. يعني انا لو معايا شوية مية مثلا اعرف كسافتها. ومعايا سائل تاني معرفش كسافته. اقدر احسبها بمعلومية كسافة المية. واحد يقول لي طب ما انا ممكن اجيب كسافة السائل ده بالكتلة والحجم. طب افرد يا عمي معاكش ميزان. افرد معاكش ميزان تجيبي كتلة ولا معاك مخبار تجيبي الحجم. حتة خرطوم كده معفن ممكن تشكله على شكل انبوبة على شكل حرف يو ده. وتقيس بيك كسافة. تخيل? يعني ممكن بمسطرة وخرطوم تقيس كسافة سائل مجهول. فعشان كده هي اجهاز بسيط خالص تمام? تعتبر من الاجهزة البسيطة اللي بتفتني بتعيين الكسافة. الفكرة طبعا بتعتمد على ان الضغط متساوي لجميع النقاط زي موتلك التي تقع في مستوى افخي واحد في سائل ساكن متجانسة. لو انا جبت انبوبة ماليتها بسائل بالشكل ده. حيملق قاعدة باعتها. وجيت بعد كده حطيت مسلا هنا سائل تاني. وليكن مسلا بقى المنظر ده كده قدامي. ساعتها باجي عند السطح اللي بيفصل السائلين عن بعض كده. وياخد هنا ونقطة هنا. المنظر عند النقطة اللي هنا بيساوي الضغط عند الناحية التانية. طيب الدخط هنا عبارة عن ايه? قال لي عبارة عن الرو في جي في الاتش. يعني رو احمر في جي في احمر. الكلام ده حيساوي الناحية التانية ادلقات هنا اللي هو اخدر. رو في جي في ايه بتاعة الاخدر. طبعا الجي هتروح مع الجي. فيبقى لك ان الرو في الاتش بتساوي الناحية التالية برضو الرو في الاتش. ازا خلاصة الكلام في مسائل الانبوبة بعمل ايه? بشد خط بيفصل ما بيني السائلين اخد نقطة هنا ونقطة هنا. الضغط هنا بيساوي ضغط السائل ده اللي هو الرو في الجي في الاتش. والضغط هنا بيساوي السائل ده اللي هو الرو في جي في الاتش. بس مش بنعوض بالجي لان انت زي مشوفته هو بتروح مع الناحية التانية فيبقى رو في الاتش بتساوي رو في الاتش. في ناس بتحب تعوض في القانون ده على شكل نسبة وده برضو صاحي مش غلط. ممكن تقول رو واحد على رو اتنين بتساوي اتش اتنين على اتش واحد. رو واحد على رو اتنين بتساوي اتش اتنين على اتش واحد. يعني مساء على الكلام ده مسلا. لو انا عندي نقطتين بالشكل ده. تمام? وبقارب مسلا اه وليكم مية اللي هي الووتر والزيت اللي هو الايل. لو عايز اقارب مسلا ما بينهم فحاول مسلا اه رو واحد على رو اتنين بتساوي اتش اتنين على اتش واحد يعني مسلا كسافت الزيت على كسافت المية بتساوي ارتفاع المية على ارتفاع الزيت. رو واحد على رو اتنين بتساوي اتش اتنين على اتش واحد. عايز صعوض بالصيغة دي ماشي عايز صعوض بالصيغة بتاعتي ماشي. يعني طول رو في الاتش. بيساوي رو في الاتش برضو صح. رو واحد اتش واحد بساوي رو اتش اتنين صح برضو. طيب انت عايز شوف كنا مسألة على امبوبة زيتا شعبتين. بيقول هنا امبوبة زيتا شعبتين منتظمة المقطع بيها كمية مناسبة من الزئبك زي ما انت شايف كده. اللي بالسود ده. صبت كميتان مختلفتان من المية. في فرعيها. يعني جينا هنا حطينا شوية مية وجينا هنا برضو حطينا شوية مية. فيكون مقدار اتش ده بكام? طيب. قلت لك هتعمل ايه? قلت لك هتيجي اول حية كده تشد خط ما بين السائلين. واحد يقول لي بقى مصر. انا كده يعني ايه? آآ وقعتك. ازاي? بص بقى هنا. انا عندي هنا في فاصل ما بين السائلين. وهنا في فاصل ما بين السائلين. هشد الخط بقى من هنا ولا هشد الخط من تحت? طبعا مش هعمل فيها نبيه واقول لك ان انا مش شايف الخط اللي داحت انا شايفه. بس انت بشكل عام دايما اختار الخط الواطي. اختار الايه? الخط الواطي. يعني الكلام واضع. الخط الواطي. ما قصودش حد يعني. فانت عندك هنا فاصل ما بين السائلين هو. وعندك برضو هنا فاصل ما بين السائلين. لا. خد الخط ليه? اللواطي اللي فيه. طيب بعد ما خدنا الخط اللواطي. هنعمل ايه بقى? باللواطي ده بقى? قال لك هتاخد نقطة هنا اهو. ونقطة هنا اهو. ونطبق قعدة بتاعتنا. الضغط هنا او الروف الاتش هنا بيستوي الروف الاتش الناحية التاني. هنا اللي بيضغط مين? قال لي المية. شوية المية اللي هنا دول. طيب ومين اللي بيضغط هنا. شوية الزئبك على شوية المية. تيجي نفترض ان مثلا شوية المية اللي هنا ارتفاعها اكس. تمام كده? خلي بالك. الحتة دي طولها قد بالزبط طول دي. يعني شوية المية اللي هنا طولهم واحد واتنين من عشرة. زيهم زي اللي فو الشوم وشوية المية دول ارتفاعهم برضو اكس. تمام? طيب احنا قلنا الضغط هنا بيستوي الضغط الناحية التاني. الضغط هنا اللي هو عبارة عن ايه? عبارة عن الرو? بتاعت المية. في الواحد واتنين من عشرة. زائد برضو رو مية في الاكس. زائد رو مية برضو. انا جزقتها بص كسافت المية في واحد واتنين من عشرة. زائد كسافت المية في اكس. زائد كسافت المية في الحتة اللي فقول الكلام ده هيساوي الناحية التانية بقى. الضغط هنا عبارة عن ايه? ضغط الزقبك زائد المية. ضغط الزقبك يعني رو زقبك في الارتفاع بتاع الزقبك اللي هو واحد واتنين من عشرة. زائد. شوية المية دول ضغطه معبارة عن الرو في الاتش يعني الرو في الاكس بمعنى صح. رو مية في اكس. تعالوا بقى نعوض ومدي لك كسافت المية ومدي لك كمان كسافت الزقبك. كسافت المية بالف. حضرب الف في واحد واتنين من عشرة. تطلع لك الف ومتين. كسافت المية في اكس يعني الف اكس. كسافت المية في اتش يعني الف اتش. الناحية التانية كسافت الزقبك كسافت الزقبك في واحد واتنين من عشرة. يعني طلعتاشر الف وستمية في واحد واتنين من عشرة. اطلع لك خمسة ستاشر الف تلتمية وعشرين. زائد كسافت المية في اكس يعني الف اكس. بص ممكن الالف اكس اللي في الناحية دي نروح مع الالف اكسل في الناحية التانية. ايه كمان? هيبقى لي هنا الف اتش زائد الف ومتين. هاودي الف ومتين بعكس الاشارة. فيبقى الف اتش. بتساوي. لما ودي الف ومتين بعكس الاشارة. فيبقى ستاشر الف تلتمية وعشرين ناقص الالف ومتين. ناقص الالف ومتين. فيبقى لك خمستاشر الف مية وعشرين. حقسم على الالف. هنا والناحية التانية. راحوا مع بعض هيبقى لك من هنا الاتش بتساوي. ده لما يتقسم على الف يطلع على خمستاشر واتناشر من مية سنتيبتر. خمستاشر واتناشر مية سنتيبتر. المسألة طبعا اللي جبعة تبقى جيب بازن الله. المسألة كفكرة ممكن ما تبقاش صعبة قوي. بس رخمة قوي في التعويضات بتاعتها. انما هي كفكرة ممكن تكون عادية. تمام? بس التعويض بتاعها هو اللي رخم حبتين فمحتاج بس من هنا شوية تركيز. في فكرة ايه لا هقولها وهبقى حل عليها ان شاء الله اكتر في فيديو الاسلام. الفكرة ايه لا بيقولك ابوبة زيتها شعبتين مساحة مقطع احد فرعية تلات امسال الفرع الاخر. يعني. وليكن المساحة هنا مسلا بواحد. هنا المساحة بتلاتة. ايه دي الانبوة بتاعتنا. طيب وبعدين. قال لي فيها كمية مناسبة من المية. حطينا فيها شوية مية. اهو. دي كده شوية مية. كمية مناسبة من المية. حطينا زيت كسفته النسبية ما تكملش. اديك نسبية هاتله عادية. اضرب في الف على طول يبقى كسفت الزيت. العادية هتساوي. تمانية من عشرة في الف فيها التمنمية. طيب. في الفرع المتسع. حطينا زيت في الفرع المتسع. طيب جينا حطينا هنا شوية الزيت. ام ايه اللي حصل بقى? قال لك فانخفضة فانخفضة فيه الماء بمقدار واحد سنتيمتر. المية انخفضت بمقدار واحد سنتيمتر. الراجل بيسألك فان ارتفاع عمود الزيت حيبقى اديه. عايز يعرف ارتفاع عمود الزيت حيبقى بساوي اديه. بص يا سيد هو لو المية انخفضت بمقدار واحد سنتيمتر فعايز اقول لك انها ترتفع الناحية التانية بمقدار اربعة سنتيمتر. قولا واحدا. اربعة سنتيمتر. تمام كده? طيب ليه? خدها عندك قاعدة بقى. لما يجي دي لك مقدار انخفاض السائل في اي فرع في الانبوبة? وانت عايز سيعرف المية لما تنزل من هنا هتطلق الناحية التانية الدقيقة. انا عايز اعرف الارتفاع الناحية التانية حيكون الدقيقة. ازاي يجيب الارتفاع لما يجيني مقدار الانخفاض? بطريقة سهلة. هو لما جاي صب الزيت صبه في اي فرع? هتقول لي في الفرع الواسن. فتعمل ايه? تقسم مساحة الفرع ده على مساحة الفرع التاني. خلاص? واللي هيطلع لك زود عليه واحد. يعني دلوقتي. قال لك حطينا الزيت في الفرع الواسن. فانخفضت المية واحد سنتي. عايز اعرف هتطلع عادة ايه? روحت انا قاسم مساحة ده على مساحة ده. تلاتة على واحد فيها تلاتة. وروحت مزود واحد فبقى كام? اربعة. يبقى لو نزل السنتي تطلع اربعة سنتي. فاصبح ارتفاع المية هنا اربعة سنتي. انا عايز اعرف ارتفاع الزيت الناحية التانية بكام? خلاص? هطبع القعدة بتاعتي. هيبقى الروه في الاتش هنا بتسوي الروه في الاتش الناحية التانية. هنا طبعا مية. يبقى الروه في الاتش هنا اللي هي رو مية في اتش مية. يعني الف في اربعة. الناحية التانية الروه في الاتش هنا اللي هي رو زيت في اتش زيت. رو زيت بتمنمية. في الارتفاع بتاعه اللي احنا عايزينه. في الارتفاع بتاعه اللي احنا عايزينه. اهم حاجة تاني لو قداني في المسألة مقدار انخفاض. وانا عايز اجيب مقدار ارتفاع. اعمل ايه? قال لك اقسم مساحة الفرعين على بعضها. مساحة الاول على مساحة التاني. مين الاول اللي صبنا فيه? مش انت هطيت الزيت في الفرع الواسع يبقى تقسم مساحة الواسع على مساحة الدايق. واللي يطلع زود عليه واحد. خلاص? فطلعت معانا تلاتة على واحد فيها تلاتة زائد واحد فيها اربعة. يبقى لو نزلت سنتي تطلع اربعة سنتي. لو نزلت اتنين سنتي تطلع تمانية سنتي. يعني ادها اربع مرات. الارتفاع هنا هيبقدل انخفاض اربع مرات. ده معنا ان الارتفاع هيبقدل انخفاض اربع مرات. اربعة في الف باربع تلاف. ناحية التانية الكلام ده هيساوي תممية في اتش. اقسم على التممية. تمام? حيروح مع بعض هنا وانبقى لك الاتش. هنا لما تقسم الاربعة تلاف على التممية تطلع الحل بتاعها بازن الله بيساوي خمسة سنتيمتر. ندخل واقع مع بعضينا كده على تطبيق اللي بعده وجهاز اسمه البارومتر. طيب ايه البارومتر ده? بارومتر طبعا ده جهاز بنستخدمه في اياس الضغط الجوي من شوية. واحنا بنتكلم عن الضغط الباطن ساعة اللي قلت لك ان على السطح بما فيه حاجة اسمها الضغط الجوي. احنا بشكل عام حتى اه مش في المية بس او مش على السطح الموية بس يعني بشكل عام احنا بنتقصر بضغط الهوى شباب علينا. الهوى هو كمان ممكن برضو ان احنا نفترض انه هو عبارة عن عمود بيقصر عموديا علينا. فبيسبب ضغط علينا بنسمي الضغط الجوي. اللي هو الجهاز اللي بنيس بيكم ايه للضغط الجوي اسمه البارومتر. طب ضع عبارة عن ايه? عبارة عن حود قال لك فيه كمية مناسبة من الزعبك. لا كمية كسيرة ولا بنلاحسوا يعني مش بتبقى كمية قليلة. بتبقى كمية مناسبة من الزعبك. مش لازم يتملع اخره ولا يبقى الكمية اللي فيه قليلة. كمية مناسبة من الزعبك. ما هي لاجي بنジيب انبوبة زجاجية مفتوحة من احد طرفيها والناحية التانية مقفولة. طولها تقريبا واحد متر. بنملاها تماما بالزغبك. يعني الانبوبة بتتملك كلها زقبك. المتر كامل بيتملك زقبك ergبك. الحود. بناخدها نقلبها جوه الحود. بنلاحز ايه? قال لي بنلاحز ان الواحد متر ده لما بنقلب الانبوبة بينخافض الزئبق اللي فيها لحد ما بيثبت طوله عند ستة وسبعين من مية متر يعني ستة وسبعين سنتيمتر. والشوية اللي فوق دولها بيكونوا فاضين خالص يعني فراغ بيبقى تقريبا طول اربعة وعشرين سنتي تقريبا لو كانت الانبوبة كلها واحد متر. فستة وسبعين سنتي زئبق والاربعة وعشرين تبقى ايه? هيبقوا فراغ. اسمه فراغ ترشيلي. والفراغ ده بيكون مفوش اي حاجة تقريبا يعني فارغ تماما الا قال لك بعض من قطرات الزئبق. تمام? يعني بسبب التوخر بيحصل زي قطرات كده على الانبوبة من جوه. قطرات زئبق قال لك ممكن نهملها. نهمل الحجم بتاعها ونهمل كمان الضغط بتاع. فمش مؤسرين يعني. فحيبقى لك شوية الزئبق اللي هم طولهم ستة وسبعين سنتي. او وزن الزئبق ده بيعادل وزن عمود الهوى. يعني الضغط بتاع شوية الزئبق دول بيساوي الضغط الجوي. لما جينا نحسب الضغط بتاع شوية الزئبق دول. طبعا احنا عارفين ان الضغط بتاع السال. ضربنا كسافة الزئبق اللي هي ترتاشر الف وستمية او تقريبا بقى خمسمية خمسة وتسعين ده بالزبط يعني. فعجلة الجاذبق اللي هي تسعة وتمانية من عشرة. في ارتفاع الزئبق اللي هو ستة وسبعين من مية. طلع معانا ان قيمة الضغط الجوي اللي هي البي ايه? بتساوي واحد وترتاشر من الف. فعشرة قص خمسة. بسكال. ودي قيمة المعتادة يعني الطبيعية او العادية للضغط الجوي. بتقل وبتزيد على حسب الارتفاع عن سطح البحر. يعني احنا. هنا على سطح البحر بيبقى الضغط هنا الضغط اللي هو المعتاد. طب طلعنا فوق جبل. قال لك لو طلعت الفوق ارتفاع عمود الهواء هيقل شوية فالضغط هتليه قل عن القيمة دي. نزلنا مسلا في كهفة او في منجم تحت الارض. هنا عمود الهواء طوله هيزيد. فالضغط هيزيد عن القيمة دي. انما الطبيعي والمعتاد ان يكون الضغط عند سطح البحر بيسوي الرقم ده. لو واحد وترتاشر من قلب. فعشرة قصة خمسة. طيب البارو متل في منه انواع ولا هو نوع واحد? قال لك نوع واحد وبيكون دايما زقبقي. يعني دايما السائل اللي جواب يبقى زقبقي. وهنا اللي فيه سبب في الموضوع ده. طب ايه السبب? قال لك السبب ان الزقبك كسائل تقيل قوي. فممكن شوية صغارين منه يبقى وزنهم تقيل بيعادل وزن عمود الهواء ده كله. لو جينا نستبدل الزقبك بمية. وجينا نجربها. لقينا ان احنا عشان نجيب عمود من المية. وزنه قد وزن عمود الهواء. هنحتاج عشرة متر مية تقريبا. عشرة وربع كمان او عشرة. يعني وتلاتة من عشرة بالزبط متر مية. يعني هتحتاج اكتر من عشرة متر مية عشان خاطر وزنهم يبقى وزن عمود الهواء. فانت متخيل انت محتاج قنبوبة يكون طولها اكتر من عشرة متر. عشرة اخداشر متر عشان خاطر. تقيس بيها الضغط الجوي لو كان السائل ساعتها مية. فقال لك طبعا لا يسطح الماء الماء في استخدامه كمادة بيرومترية. ليه? قال لك لان المية خفيفة كسافيتها صغيرة. فبالتالي وزن عمود الماء الذي وعادل وزن عمود الهواء. يتجاوز طوله على عشرة انتار. وطبعا ده صعب جدا نعمله عمليا. عشان كده بنجيب الزقبك لانه كسافته عالية تلاتتاشر الف وستمية. تمام? او تلاتتاشر الف وخمسمائة خمسة وتسعين ده رقم كبير. فبالتالي كسافته عالية فبيكون سائل تقيل. ممكن ارتفاع صغير منه يوازن او يعادل عمود الهواء. تمام? يعني ستة وسبعين من مية متر وزنهم قد وزن عمود الهواء. عشان كده الزقبك بس هو اللي احنا بنستخدمه. فكرة الجهاز برضو بتعتمد عن ان الضغط متساوي لجميع النقاط التي تقع في مستوى افقي واحد. طيب بنعمل ايه تاني بالبارو متر غير ان احنا عرفنا من خلاله قيمة الضغط الجوي? قالك كمان بنعين به ارتفاع المباني العالية زي الجبال زي ناطحات السحاب الحاجات اللي هي عالية جدا ممكن نجيب بها اه ارتفاعها باستخدام البارو متر. طيارة مسلا في الجو تقول لك احنا على ارتفاع مسلا مش عارف اربعة الاف ادم ولا مش عارف كم ادم. الارتفاع ده برضو بيعرفوه عن طريق البارو متر. بيقدر يحدد الارتفاعات العالية جدا. اللي انت مش تعرف تقسها لا بالمصارة ولا بالمتر ولا حتى باي اداة من اداة القياس اللي احنا عارفنا. فبنقدر ساعتا نتسخدم البارو متر. في الحالة دي بنجيب ازاي ارتفاع المباني العالية ولا يكون مسلا الجبل بنقول روه هوا في اتش جبل كسافة الهوا في كسافة الجبل بتساوي روه زقبك او انا يسمى في ارتفاع الجبل بتساوي روه زقبك اللي هي كسافة الزقبك في طول عمود الزقبك تحت ناقص طول عمود الزقبك فوق. يعني ايه الكلام ده? قال لك حضرتك بتاخد البارو متر تحطه كده تحت الجبل وتشوف طول عمود الهوا اللي جواه. طول عمود الزقبك ناسف اللي جواه اديه. وبعد كده بتاخد البارو متر بتطلع به فوق الجبل وتشوف طول عمود الزقبك هيبقى اديه. فانت كده بقى معاك الطول تحت. وهيبى معاك الطول فوق. طول الزقبك تحت طول الزقبك فوق. وبتعود في القانون. روه هوا ايتش جبل بيساوي روه زقبك. فايتش تحت الواز ايتش فوق. مسال على الكلام ده لما يقول لي بارو متر الزقبكي. قراءته عند اعلى نقطة من مبنى ارتفاعه. ده كده ارتفاع المبنى. يعني ارتفاع مثلا الجبل وليكن متين متر. قراءته كامي عام قال لك اربعة وسبعين. معلش ده فوق الجبل ولا تحت الجبل. قال لك عند اعلى نقطة يعني فوق. يبقى دي كده طول الزقبك فوق. اربعة وسبعين سنتي. فان قراءته عند سطح الارض يعني عايز طول الزقبك تحت. هيبقى كام? علما بان كسافة الهوا واحد وثلاثة وكسافة الزقبك تلاتاشر الف وستمية. طيب القانون بتاعي بيقول رو هوا. اتش جبل. بتساوي رو زقبك. في اتش تحت ناقص اتش فوق. كسافة الهوا بواحد وثلاثة من عشرة. في كسافة او في ارتفاع الجبل اللي هو متين. متر. كسافة الزقبك تلاتاشر الف وستمية. في اتش تحت اللي احنا عايزينها. ناقص اتش فوق اللي هو متهالنا باربعة وسبعين. صندي فلازم اقول في عشرة قسي سالب اتنين. ده على الالة فيه المتين وستين. تلاتاشر الف وستمية لما تضرب في عشرة قسي سالب اتنين تطلع لي مية ستة وتلاتين. في اتش تحت ناقص اتش فوق اللي هي اربعة وسبعين. حقسم على المية ستة وتلاتين هنا وهنا. هنا حيروح ويبقى لك اتش ناقص اربعة وسبعين. هنا هيطلع لك واحد واحد وتسعين من مية. هوادي الاربعة وسبعين بعكس الاشارة هي بالطرح او بالسالب يعني تروح بالموجة بتروح بالجمع. فيبقى الاتش اللي احنا عايزينها بتساوي واحد واحد وتسعين من مية زائد اربعة وسبعين. فيطلع الاجابة ان شاء الله خمسة وسبعين وواحد وتسعين من مية. اللي هي عندنا كده في الاختيارات خمسة وتسعين خمسة وسبعين وتسعة من عشرة. هي هتطلع خمسة وسبعين. واحد وتسعين من مية. هو هنا اقيل لك وتسعة من عشرة. هي هي ما فرقتش طبعا كتير. اللي اجابها هتبقى تاني اختيار. الجهاز او تطبيق الاخيرة على القاعدة اللي هي اه بتقول ان الضغط متساوي للنقاط اللي هي في مساوي واحد او في مساوي افكو واحد جهاز اسمه المانو متر. المانو متر ده بنعمل به ايه? قالك بيقيس ضغط غاز محبوس. يعني بيقدر يقيس ضغط الغازات المحبوسة. طب انا خلصت على الغازات المش محبوسة وعرفت ضغطها لما قدس الضغط الجوي. كمان هروح نقيس ضغط الغاز المحبوس. طب انا هستفاد ايه? قالك هتستفاد طبعا في حاجات كتير في حياتنا? جواها غازات. فاحنا نقدر نجيب ضغط الغازات المحبوسة دي باستخدام المانو متر. زي مسلا ايه? زي مسلا لو انت عندك انبوبة مسلا. مستودع انبوبة فيها غاز. عايز اعرف ضغط الغاز اللي جواها بحيس مسلا ما ينفجرش مني. ايس ازاي الضغط ده? قالك بالمانو متر. كويتشة مسلا عربية فيها غاز محبوس. ازاي ايس ضغط الغاز المحبوس جواها برضو باستخدام المانو متر. فهو بيمستخدم لقياس ضغط غاز محبوس. تكوين الجهاز او تركيبه عبارة عن مستودع بيبقى فيه غاز محبوس. وقفلنا عليه باستخدام صمام او صنبول بالشكل ده. الفرع ده اه او المستودع ده متوصل بامبوبة زيتة شعبتين. واحد من الفرعين بتوعها مش متوصل باي حاجة. فبنسميه فرع خالص. والفرع التاني بتوصل مع المستودع. بنفتح بعد كده السمام طبعا بيكون الزئبك او السائل في مستودع واحد. بعد ما بنفتح السمام بنلاحظ حاجة من تلاتة. يا اما حتلاقي ان السائل حيبقى في مستودع واحد بالشكل ده. يا اما حتلاقي السائل بدأ يرتفع في الناحية دي. يا اما حتلاقي السائل زي ما هو هنا وبقدى ان هو يرتفع الناحية دي. طبعا كل حالة من دي لها القانون بتاعه هنتكلم عنه دلوقتي. انواع المانومتر عندك نوعين مائي وزئبك. بنستخدم المانومتر المائي لو كان الغاز المحبوس ضغطه ضعيف. فبنحط له سائل خفيف كلا زيه. اللي هو المية. بنستخدم الزئبك لو كان ضغط الغاز المحبوس عالي بنحط له سائل تقيل يتحمل الضغط العالي ده. وما يبقاش ارتفاعه يعني مبالغ فيه. فبنحط سائل الزئبك. على فكرة لو جينا حطينا غاز ضغطه عالي وحطينا هنا مية. الغاز هيضغط على المية بكل سهولة ويخليها ترتفع جامد الناحية بتانية. فحتطلع بره القنبوغة. عشان كلا المية وما ينفعش لتستخدمها مع غاز ضغطه عالي. تستخدم الزئبك ساة. والفكرة زيه موطي لك ان الضغط متساوي لجميع النقاط التي تقع في مستوى افقي واحد. حالات المانومتر زي موطي لك تلات حالات. اما بعد ما نفتح السمام نلاقي السائل في مستوى واحد. ده معناه ان ضغط الغاز قد الضغط الجوي. ده معناه ان ضغط الغاز بيساوي الضغط الجوي. يعني فرق الضغط في الحالة دي بصفر. يا اما حتلاقى الخالص اعلى. الخالص اعلى. ساعتها بيبقى ضغط الغاز اكبر من الضغط الجوي. طب القانون هنا ايه? قال لك القانون هنا في الحالة دي ضغط الغاز بيساوي بي ايه زائد رو جي اتش. بي ايه زائد رو جي اتش. فرق الضغط هنا حيبقى موجب رو جي اتش. يا اما الخالص اقل الفرع الخالص اقل او ادنى من الناحية التانية بعد المستودع. ده معنى ان ضغط الغاز اقل من الضغط الجوي. في الحالة دي بيبقى ضغط الغاز بيساوي بي ايه ماقس روشي اتش. يبقى الحالات التنة كده تاني. يقم ما السهل في مستودع واحد يبقى ضغط الغاز بيساوي الضغط الجوي. الفرق بينهم بصفر. يلخالص اعلى يبقى ضغط الغاز اكبر الضغط الجوي وساعتها ضغط الغاز هيساوي با ايه زائد روجي اتش فرق الضغط هايبقى موجب روجي اتش. يالخالص اقل ساعتها ضغط الغاز هيبقى اقل من الضغط الجوي. لو عايز سحص الضغط الغاز بتقول با ناقص روجي اتش. وفرق الضغط ما بينهم هيبقى بالسالم. لو كان السائل اللي انا مستخدمه. خلي بالاكمال اللي جاي ده عشان دي حلاقة خاصة. لو كان السائل اللي جوه الانبوبة دي زقبك. وادلك الضغط الجوي بالسانتي بس. وفرق الضغط هنا بيكون موجة بح. بدل ما خاصة زي ما قد طيلا. غير كده بتستخدم دايما القانون ده اللي هو آآ زائد روج اتش او ناقص روج اتش. طبعا الحالة دي كده كده مش هتختلف. لان كده كده ما كناش بنعوض بلا اتش ولا روج اتش. كنا عطوب بنقول ان ضغط الغاز بيساوي الضغط الجوي. وحدات اياس الضغط الجوي عندنا ست وحدات لياس الضغط الجوي. حفظ علينا. اول وحدة هي السنتيمتر زئبك. تانية الضغط الجوي. اللي هي الاتيم. البار. الباسكال او النيوتن على متر تربيع. كمان الملي متر زئبك او التور. وعندك كمان واحدة اسمها المتر زئبك. متر زئبك. لازم تبقى عارف كيمة الضغط بكل واحدة من الستة وحدات. يعني بالسنتي الضغط قيمته ستة وسبعين. الضغط الجوي. طيب بواحدة الاتيم بيبقى الضغط الجوي بواحد. طب بالبار واحد وثلتاشا من الف. بالباسكال واحد وثلتاشر من الف. فعشرة قص خمسة. بالملي سبعمية وستين. طب بالمتر ستة وسبعين من مية. ازاي حول الضغط الجوي من اي وحدة لاي وحدة تانية? قال لي والله بضرب الضغط. في الواحدة. اللي بحول لها. على الواحدة. اللي بحول منها. يعني ايه الكلام ده? يعني لو قلت لك مسلا اتنين بار اتنين بار يسوي كام بواحدة الباسكال. هتوم قيل لي والله انا هدرب الضغط اللي هو اتنين. في الواحدة اللي بحول لي انا مش بحول للباسكال. يبقى هدره في الباسكال اللي هو واحد وتلتاشا من الف. فعشرة قص خمسة. على الواحدة اللي بحول منها انا بحوله من واحدة البار. البار ده اللي هو كام? واحد ودراتاشر من الف. هتلاقي ده طبعا هيروح مع ده طبعا بالآلة يعني. فيطلع لك الاجابة اتنين في عشر او الس خمسة. يبقى اتنين بار بيسوي اتنين في عشر او الس خمسة بس كان. وهكذا بيتحول من اي واحدة للواحدة التانية. طيب تعالى نشوف كده مثال على المانومتر. بيقول لك في الشكل المقابل مانومتر مائي استخدمة لقياس ضغط غاز آآ داخل مستودع. فيزا كانت ضغط الجوي ستة وسبعين سنتي متر. هنا هتتخدع معايا في حتة كده معانة. هتقول لها مستر ادري الضغط الجوي بالسنتي. ايوا بس هو المانومتر بالزقباكي ده مائي. فهنا لما تيجي تعوض هتقول ضغط الغاز بيساوي. بي ايه? زائد او ناقص روجي اتش. مش هتقول اتش. تقول اتش لو كانت ضغط اه بالسنتي متر بس يكون المانومتر ايه زقباكي? هو هنا مائي. فهقول زائد او ناقص روج اتش. طبعا هنشوف زائد ولا ناقص زائد. من ديني كسفت الزائبك كسفت المية عجلة الجاذبية عايز زغط الغاز. طبعا لحالة اللي قدامك هنا الفرع الخالص اقل او او ادنى من الفرع التاني. يبقى القلوب بتاعي بيه غاز. هيساوي بيه ايه? ناقص روجي اتش. طب لو كان الخالص اعلك وتقول تزائد روجي اتش. طيب الضغط الجوي هنا بوحدة ايه? السنتيمتر طبعا لازم يتحول لوحدة البسكال. ياما تحول بالطلال اللي لسه اقلي لك من شوية ياما تقول اه تفك الضغط ده لروجي اتش زقبك. عادي ممكن تعملها. اه ضغط زقبك هيبقى روجي اتش يعني تلاتاشر الف وستمية. في الجيل اللي هي عجلة الجاذبية بعشرة. في الارتفاع بتاع زقبك اللي هو ستة وسبعين. فعشرة واستسالة باتنين. برضو تاني كنت ممكن ان انا احول الضغط ده بالطريقة لسه اللي هي لك من شوية. يعني تدرب ستة وسبعين فيه. تعايز تحول للبسكال. فتدرب في البسكال. فعشرة واستخمسة. على الصنتي. الصنتي اللي هو كام? الصنتي قسنا اللي هو ستة وسبعين. طب تحول من الصنتي. فهيطلع لك ده كده بواحد وترتاشر من الف عشرة واستخمسة. طيب ناقص. بتاعت السائل بقى. كسافة السائل اللي هو المية كسافتها الف. في الجيل اللي هي بعشرة. في الارتفاع بقى بتاع المية اللي هو على الرسم عندك هنا تلاتاشر وستة من عشرة سنتي. يعني تلاتاشر. وستة من عشرة. فعشرة قس سالب اتنين لان هي بالسنتي. هتحسب الكلام ده كله على الالة. بيطلع لك على الالة واحد واتنين من مية. فعشرة قس خمسة. بسكال. تقوم بتتفاجئ ان الاجابات كلها اصلا مش بالبسكال الاجابات كلها بواحدة البار. طبعا بالهبد هتقول لي هنا واحد واتنين من مية وهنا واحد واتنين من مية بجي الاجابة. وده طبعا ايه? بهرمونات الهبد اللي عندكم. بس انا هحسبها هحسبها معاك بالخطوات. هاخد الضغط ده. انا عايزة حوله للبار فحضربه في البار. يعني في واحد وتلاتاشر من الف. واقسم على الواحدة اللي بحاول منها اللي هي البسكال. اللي هي واحد وتلاتاشر من الف. فعشرة قس خمسة. فتلاقي من هنا واحد وتلاتاشر من الف يروح مع واحد وتلاتاشر من الف. وكمان العشرة قس خمسة مع العشرة قس خمسة. فيبقى لي فعلا الواحد واتنين من مية. وطبعا الكلام ده بتعمله بالقالة. مش هتشطط زي ما انا عامل اللي انت تحسب عجب الالة. يطلع الحل بتاع ان شاء الله ده. الانبوبة الشعرية هي تعتبر مثال شبيه بالمانومتر في نفس الحالات بتاعته. يعني تقريبا الحالات اه بتاعت الانبوبة شبه المانومتر. عندها تلات حالات. يما تبقى الانبوبة افقية. يا رقصية وفتحتها الفوق يا رقصية وفتحتها لتحت. برضو الانبوبة خلي بالك بتجيب او بنحسب من خلالها ضغط غاز محبوس خلي بالك. بيبقى جواها هوى محبوس. تمام? محبوس فنقدر نجيب الضغط بتاعه. لو كانت افقية فعلك ساعتها ضغط الهوى اللي جواها بيساوي بي ايه اللي هو الضغط الجاوي. ولو كانت فتحتها الفوق بيبقى ضغط الهوى اللي جواها بيساوي بي ايه زاد اتش. الاتش ده خلي بالك احنا بنبقى حمسين الهوى بشوية زقبك. فالاتش ده ارتفاع الزقبك. بيبقى سنتي اتنين سنتي حاجة بسيطة ولو فتحتها الاسفل بمساعدة ضغط الهوى اللي جواها بيساوي بي ايه ناقص اتش بي ايه ناقص اتش. مسائل على الانبوبة بقول لها في الشكل المقابل يوضح انبوبة شعرية منتظمة المقطع تحتوي على خط زقبك. بيحبس كمية من الهوى ضغطها بيساوي ستة وسبعين. ده لو جينا على الرسمة هنا هتلاقي ان الانبوبة رقصية وفتحتها الفوق. يبقى ده معناه ان ضغط الهوى اللي جواها بيساوي بي ايه زائد اتش. هو قال لك ضغط الهوى اللي جواها بستة وسبعين. ده هيساوي بي ايه اللي هو اصلا ما جاد ليس سيرة عنه لحد دلوقتي. زائد اتش يعني زائد طول الزقبك اللي هو واحد سنتي. هوادي بعكس الاشارة. هلاقي من هنا ان الضغط الجوي طبعا يروح بالطرح. هيطلع الضغط الجوي بخمسة وسبعين سنتي. متر زائبك. طب انت عايز ايه بقى يا عم هل انت عايز الضغط الجوي? قال لك لا. انا عايز ضغط الهوى برضو. المحبوس. بس لو كانت الانبوبة رقصية وفتحتها لتحت. هقول له تمام. لو قلبناها خلناها رقصية وفتحتها لتحت. هيبسعتها ضغط الهوى اللي جواها. بيساوي بي ايه نقس اتش. البي ايه اللي هلسه جايبينه مع بعض بخمسة وسبعين. نقس الاتش يعني نقس طول الزئبك ده اللي هو بواحد سنتيمتر. يطلع في الحالة دي ضغط الهوى المحبوس اربعة وسبعين سنتيمتر زئبك. جهاز الاخير اه اه او قاعدة الاخيرة اسمها قاعدة بسكال. قاعدة بسكال دي يا شباب قاعدة مفيدة برضو جدا في اه تطبيقاتها مفيدة جدا في حياتنا. قاعدة ببساطة بتعتمد على ان السوائل غير قابلة الانضغاط زي ما قلنا في البداية. فبسكال عمل ايه? قال لك والله لو انت عندك اناء في سائل وحطينا مجبس واثرنا عليه باي تقل. هتلاحز ان المجبس ده مش هينزل لتحت. ليه? لان السوائل غير قابلة للانضغاط. فلا اقدر استفيد بحاجة زي كده. ازاي? قال لي والله استفيد بكده ان انا مسلا لو جبت ابوها بالشكل ده. ومليتها سائل. وروحت جيت هنا حطيت مسلا مجبس. وضغطت عليه. فانا حضمن ان المجبس ده مش هيعرف يضغط السائل. يعني مش هليه نزل على آآ نزل هنا على السائل ضغطه. لا. ده هو لما ينزل على السائل هنا هيحركه مش هيضغطه. فيبدأ يتحرك السائل من هنا للناحية التانية. هكون انا احطط له الناحية التانية برضو مجبس تاني. فلما السائل ينزل يتحرك هيبتدي ان هو يدفع المجبس ازا فيحركه الفوق. هنا بقى ممكن اكون انا حاطط عربية مثلا هنا. او اي حاجة دقيلة. اسيب المية هي اللي ترفعها او السائل بمعنى صح خلال اقول السائل هو اللي يرفعها. يبقى انا بتأثير كوة بسيطة على المجبس ده في الناحية دي. بدأ يتولد كوة كبيرة تقدر ترفع الناحية التانية العربية. والموضوع ده كله سببه ان السائل ما تضغطش. ان السائل غير قابلة انتضغط. فبيقول لك عندما يؤسل ضغط على سائل محبوس في اناء. فان الضغط ينتقل بتمامه يعني زي ما هو. الى جميع اجزاء السائل ومنه الى جدران الاناء. يفضل با يتنقل لحد ما يوصل ليه الجنب تاني. تطبيق او اهم تطبيق عليه هو الرافعة الهايدروليكية. بيقول لك الرافعة دي عبارة عن مجبسين. مجبس صغير وتاني كبير. لو انت قصرت بكوة صغيرة على المجبس الصغير. حيتولي الضغط. الضغط ده اه ضغط بسيط. ولكن لما ليجي نروح هناك. ونشوف كده الضغط البسيط ده هيساوي ايه? هتلاقي ان هو بيساوي القوة. على المساحة. القوة اللي رافعت العربية اللي هي القوة كبيرة بقى على المساحة بتاعت المجبس كبير. فلما اقرب الضغط ده في المساحة الكبيرة يطلع لي ان القوة هتبقى ايه كمان كبير. يعني ايه? يعني مسلا عندك مجبسين. بالشكل ده? واحد مسلا مساحته باتنين. الناحية التانية المساحة مسلا بعشرين. جيت انا هنا قصرته في كوة وليكن مثلا مقدرها عشر. فسببت هنا ضغط. لو جيت احسب الضغط هيبيقى قوة على المساحة. قوة على المساحة يعني عشر على اتنيين فا الخمسة هيبيقى الضغط بمبي خمسة. الضغط ده هيتنقل زي ما هو الناحية التانية. يعني الناحية التانية المجبس ده هيتعرض للضغط وقمته خمسة. يعني البي بخمسة. طيب. هنا انا معي القوة اه معي اص recount ضغط ومعي المساحة. اقدر هتتولد على المجبس الكبير. من القانون طبعا البي بتساوي اف على ايه? يبقى انا لو عايز اجيب القوة حضرب الضغط في المساح. حضرب الضغط في المساح يعني حضرب خمسة في عشرين فيطلع لي فيها المية. فلك انت تخيل ان القوة اللي انت اصرت بيها اللي كان مقدارها عشرة لما تنقل المجبس او تنقل الضغط للمجبس الكبير اتولد القوة مقدارها كان مية. يعني حصل مضاعفة للقوة بتاعتك بمعلقة صحيح. عشان المجبس بيستخدم في مضاعفة القوة. انا مقدارش ارفع عربية. بس باستخدام الكوريك اللي بيستخدمها حتى بتاع كويتش. نقدر نرفع عربية. ليه يا عام? قال لك والله القوة الصغيرة اللي انت هتضغط بها على اليد او الكوريك ده. هتولي الضغط. الضغط ده هيسبب قوة كبيرة تقدر ان هي ترفع العربية. والسبب زي قلت لك ان السوائل غير قابلة للانضغاط. فالضغط بيتنقل زي ما هو من غير ما يحصل فيه اي ناص. حالات المجبس عندنا تلات حالات. لو كان المجبسين متزنين يعني في وضع واحد ساعتها بيبقى الضغط هنا زي وزي الضغط هناك. الضغط هنا اللي هو ضغط المجبس الصغير اللي هو اف سمول على ايه سمول? الضغط هنا ضغط المجبس الكبير اللي هو اف كابتل على ايه كابتل. يبقى في الحالة دي اف سمول على ايه سمول? بتساوي اف كابتل على ايه كابتل. طيب لو كان المجبسين مش على خط واحد مش في مستاوي واحد يعني. ساعتها برضو بتشوف مين الواطي اللي فيهم زي ما قلت لك قبل كده. بتاخد نقطة هنا تحت منه ونقطة قصادة. الضغط هنا اللي هو ضغط المجبس الكبير. يعني ف كابتل على ايه كابتل. طب الضغط هنا عبارة عن ايه? قال لك ضغط المجبس الصغير? زائد السائل ده. يعني الف سمول على ايه سمول زائد ضغط السائل اللي هو روجي اتش. يبقى هنا قانون ف كابتل على ايه كابتل بالساوي. ف سمول على ايه سمول زائد روجي اتش. هتعمل ايه هنا? حاجة عند الوقت ده اخد نقطة واقص potatoes من النقطة. هنا الضغط ده. الضغط هنا اللي هو ضغط المجبس الصغير. ف سمول على اسمول. طب وهنا مين بيضغط هنا? المجبس الكبير والسائد. يعني ف كابتل عليه كابتل زائد الرو ج اتش. خلاص? طيب ده بالنسبة كده ليه حالات المجبس. عندي حاجة اسمها الفايدة الالية. زي ما انت شايف ما شاء الله قوانين بتاعتها سبعة قوانين. انا استفدت ايه من المجبس ده? الفايدة الالية من المجبس يا شباب ممكن نحسبها بغتر من طريقة. ممكن تقسم القوة اللي عند المجبس الكبير على القوة اللي عند المجبس الصغير. اف سمول على اف كابتل على اف سمول. قوة. ممكن اقسم الكتلة بتاعت المجبس الكبيرة على كتلة بتاعت المجبس الصغير. ممكن بالمساحة برضو اقسم مساحة الكبيرة على مساحة الصغير. او ار تربيع اللي هو مربع نص الكتر بتاعت المجبس كبيرة على مربع نص كتر الصغير. او ممكن اقول كتر الكبير تربيع على كتر الصغار تربيع يعني قوة الكبير عالصغير او كتلة الكبير عالصغير او مساحة الكبير عالصغير او نص كتر الكبير تربيع على نص كتر الصغار تربيع او كتر الكبير تربيع على كتر الصغار تربيع ياما سرعة الصغير على سرعة حركة المجبس الكبير ياما المسافة اللي بيتحركها المجبس الصغير على المسافة اللي بيتحركها المكبس الكبير. خلاص. الفايدة الالية دايما بيكون اكبر من الواحد. وملهاش واحدة قياس. طيب تعالا كنا نشوف سؤال على الفايدة الالية. بيقول لي ازا كانت الفايدة الالية اللي هي الايتا. ببتين وخمسين. وبساحة الصغير اللي هي الاسمول باتنين ونص. تعالا نجيب نص كتر كبير. طيب. تعالا الاول نجيب مساحة الكبير. ما الفايدة الالية بتساوي ايه كابتل على اسمه? الفايدة الالية بمتين وخمسين. هتساوي ايه كابتل? على اسمه اللي هي اتنين ونص. هعمل طرفين في وسطين. يعني هضرب داف ده. هيبقى ايه في واحد تبقى ايه? بتساوي باتنين وخمسين في اتنين ونص طلع لي ستمية. خمسة وعشرين. كده انا جبت مساحة المجبس الكبير. هو مش عايزة بقى او كان عايز نص الكتر. لو انا فكيت نص آآ لو فكيت المساحة هتبقى باي نق تربية. حلو. انا كده عايز اجيب بقى لص الكتر. هعمل ايه? اول حاجة هقسم على باي هنا وهناك. هيروحوا مع بعض يبقى لك الار تربية. خد بقى الجزر. جزر ستمية خمسة وعشرين على الباي. يبقى الار هتساوي جزر. ستمية خمسة وعشرين. على الباي. على الالة اطلع بعد ما تاخد الجزر هيطلع الحل بتاعها ان شاء الله اربعتاشر. واحد من عشرة سنتيمتر. ده كان ملخص اول واحدة عندنا او اول فصل عندنا وده الفصل الاجبر. فصل بتاعه طبعا فصل صغير جدا. بيتكلم على قوانين الغازات. في البداية احنا اخدنا مقارنة ما بين الغازات والسوائل. تعال بقى نعرف كده اه ايه هي محتوى ده الفصل ده وايه هي اهم حاجة ما بيتميز السوائل نؤكد عليها تاني وبعد كده ناخد القوانين ونختم بينه. عندنا في الفصل ده كان عندنا تلات قوانين. درس الاول كان بيتكلم على قانون بويلد. درس التاني درسنا في حاجة اسمها قانون شارل. وبعد كده اخدنا حاجة اسمها قانون الضغط والقانون العام للغازات. في البداية كده ايه اللي بيميز الغاز عن باقي المواقع يعني ايه اللي بيميزه عن السوائل? قال لي والله بيتميز الغاز بتلات حاجات. اول حاجة حركته عشوائية. في مسافات بينية كبيرة ما بين جزائياته. كمان قابل للانضغاط. تلات حاجات بيتميز الغاز. اول حاجة حركته عشوائية. يوجد مسافات بينية كبيرة ما بين جزيئاته. تالت حاجة قابل الانغاط. ايه اللي يثبت ان الغازات حركتها عشوائية? قال لك والله اللي يثبت الكلام ده ان انت ممكن زي ما قلت لك تجيب مسلا ورقة بتتحرق. وتحطها جوه صدوق ازاز. او شامعة مسلا مولعة وتحطها جوه صدوق ازاز. هتلاقي الدخن اللي طالع منها ده وده طبعا غاز. تمام كربون او ثاني اكسي الكربون. فحتلاقي ان الغاز ده بيطلع بينتشر في كل حتة في الصندوق. مش في جنب معين. لا ده في كل حتة في الصندوق. ما هو لو كان حركته محددة او منتظمة او لا اتجاه معين. قد طلعت مسلا ملت جنب وثبت التاني. كان زمان الدخان ملت الحتة دي مسلا والناحية التانية بقت فضي او ما فياش دخان. انما اللي حيحصل هتلاقي السندوق كله ملت دخان. وده يثبت لك ان جزيئات الغاز بتتحرك في جميع الاتجاهات. فبالتالي حركته حركة عشوية. طيب نزمة ازاي ان فيه مسافات بيانية كبيرة بين الجزئات. قال لك والله هو اصلا وجود مسافات بيانية ده ممكن يسبب ايه? عارف لو انت عندك مسلا صفوية بالشكل ده? وجبتها عشان تصفي بيها مسلا حاجة. ولا هتفيدك باي حاجة. ليه? لان المسافات البيانية بتاعتها مسافات كبيرة. فاي حاجة حرفيا هتحطوها هنا هتعدي منها. يبقى اه وجود مسافات بيانية كبيرة ده معناه ان اي حاجة سهل تعدي من خلال الصفاية. فالغازات بيقول لك في مسافات بيانية كبيرة. فعشان كده سهل اوي ان هي تعدي وتختارك بعضها. بعكس المواد الصلبة. انت لو جبت كباية حطيت فيها خاتم دهب وخاتم فضة ورجيت الكباية. هتلاقي الخاتمين دخلوا ببعض وعمل لك مسلا سبيكة? سبيكة دهب وفضة? اكيد لا. حتة حاجة نحاس. حطناهم في كباية ورجنوها. هل هيعملوا سبيكة? طبعا لا. انما لما نحط غزين على بعض. في كباية ولا في اي اناء هتلاقوا يتدخلوا مع بعض. ليه? لان في مسافات بيانية كبيرة. بعكس المواد الصلبة اللي ما فاش اصلا مسافات بيانية اعتبت. مسافات بيانية صغيرة جدا في المواد الصلبة. فاللي يزمد الكلام هات شوية نشادر وشوية كلوريد هيدروجين. اتش سي ال مع ان اتش سري. وافصل ما بينهم كده بورقة وبعدين شيل الورقة. لو انت شلت الورقة هتبتدي تلاحظ بدأ يتكون صحب بيضاء من كلوريد الامونيوم. الان اتش فور سي ال. والصحب دي هتنتشر وحتملأ المخبرين بالكامل. وده اثبات على ان حصل اندماج او تداخل ما بين الغازين. وده سبب طبعا المسافات البيانية كبيرة اللي ما بين الجزائات. هنتشر طبعا زي ما انت شايف الصحب وتملأ المخبرين. فكده اثبتنا وجود مسافات بيانية كبيرة ما بين الجزائات وبعد اربعة. كمان زي مطلة قابلة للانضغاط دي تالس صفة. بدليل لو حطينا مجبس على اناء في غاز هتلاقي المجبس ضغط الغاز بكل سهولة. يبقى ده كده الحاجات اللي بيتميز الغازات عن السواق. نتحكم ازاي في الغاز بقى? قالك تتحكم فيه عن طريق تلات حاجات. اللي هم الضغط. والحجم. ودرجة الحرارة. تلات عوامل بنتحكم فيهم في الغاز. عندنا تلات علماء اتطوعوا وبدأ كل واحد فيهم يدرس. علاقة حاجتين مع بعض لما العمل التالي تكون سابت. يعني مسلا واحد درس تأسير الضغط على الحجم. لما كانت الحرارة ثابتة. اللي هي التال نيجي. التالتة دي كانت ثابتة. صاحبنا ده اسمه وبويل. واحد درس تأسير الحرارة على الحجم عند ثبوت الضغط اسمه شارل. واحد درس تأسير الحرارة على الضغط الحرارة على الضغط عند ثبوت الحجم. اسمه جولي. حطرنا اسمه قانون الضغط. يبقى انت عندك بايل بادرس العلاقة بين الحجم والضغط عند ثبوت مين الحرارة. لقى الراجل من الكلام ان العلاقة عكسية ما بين الضغط والحجم. يعني لو حمسلها بقانيت مع علاقة عكسية بالشكل ده. فصيغة القانون ان بي واحد على بي اتنين بتساوي بي اتنين على بي واحد. بي واحد على بي اتنين بتساوي بي اتنين على بي واحد. لان الضغط عكسي مع الحجم زي ما قلنا. شارل دلس العلاقة بين الحجم والحرارة عند ثبوت الضغط. فقال لك العلاقة اللي بينهم لقيت ان هي علاقة طردية. بناء عليه في واحد على في اتنين. في واحد على في اتنين بتسوي تي واحد على تي اتنين. حجم الغاز الاول على حجم الغاز التاني او حجم الغاز انا اقاسف قبل زيادة الحرارة على حجمه بعد تغيير الحرارة بيساوي الحرارة الاولى على الحرارة التانية. تي واحد على تي اتنين. قل بالك ان الحرارة اللي بنستخدمها هنا حرارة كيلفينية بواحدة الكيلفين. ولو ادي هالي بالسليزيوس ما اشتغلش بيها الا لما زود عليها متين تلاتة وسبعين. خلاص باشتغل بالكيلفين ولو ادي هالي بالسليزيوس ازود متين تلاتة وسبعين. العلاقة طردية ما بين الحجم وبين درجة الحرارة طيب لو عايز ارسم العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة بالسليزيوس قالك برضو ترضية بس ما بتطلعش من السفر بتطلع من عند سالب متين تلاتة وسبعين ما عند سالب متين تلاتة وسبعين. جولي او قانوني الضغط بيدرس العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة عند ثبوت الحجم. وبرضو العلاقة اللي بين الضغط والحرارة علاقة طردية. فبالتالي بي واحد على بي اتنين بالسوء تي واحد على تي اتنين. ونفس التعليم اللي قلتوا هنا هبقلوا هنا. لازم تعود بالحرارة بالكيلفن. العلاقة طردية يبقى تتمثل بخطب والسخيم. لو كانت العلاقة ما بين الضغط والحرارة بالسليزيوس ساعتها برضا تبقى طردية بس بتطلع من عند سالب متين تلاتة وسبعين مش بتطلع من عند الصفرة. في لسه قانونين كمان اه في حتة شرل والضغط دي اللي هي معامل التمدد الحجمي ومعامل زيادة الضغط. شرل اكتشف حاجة وجوري اكتشف حاجة تانية. شبهها بالزبط. شرل اكتشف ان احنا لما بتجيبها شباب غازات مختلفة عن بعضها بس كلها قد بعض في الحجم ونسخنها. شوية هيدروجين على شوية اكسوجين كل واحد لو واحدة طبعا. لو كلهم قد بعض في الحجم وبدأنا نسخنهم مع بعض بنلاقي حجمهم بيزيد بنفس المجدار. المجدار ده اسمه معامل التمدد الحجمي. رمزه الفا بي. وبيساوي واحد على متين تلاتة وسبعين. فبناءنا عليه مستحيل يجيب مسألة اختر ويقول لك معامل التمدد الحجمي بكام? لان على طول هتختار واحد على متين تلاتة وسبعين. الصال حيكون مقالة. فعندك هنا حالتين. هيجيب مسألة يدي لك حجم الغاز عند درجة حرارة مسلا صفر. وبعد كده يقول لك حجمه بقى كزا لما الحرارة زادت. احسن معامل التمدد. تقول له والله يا معامل التمدد بيساوي. الفرق ما بين الحجمين فرق الحجمين على الحجم عند درجة حرارة صفر في فرق الحرارة. انت معاك حجمين تجيب الفرق ما بينهم. طرح الحجمين على الحجم عند درجة صفر في فرق الحرارة. طب افرت بقى مستركة الحرارة بتاعت البداية مش بدقة بالصفر. يعني قال لك مسلا غاز حجمه كزا عند حرارة مسلا عشرين. واصبع حجمه كزا عند حرارة سبعين. يعني ما تدليش خالص حرارة بالصفر. اعمل ايه? تعاوض في السوا دي. بي واحد على بي اتنين بالساوي الفة في تي واحد زايد واحد على الفة في تي اتنين زايد واحد. طبعا انت بتحط القانون بتعاود بالارقام بتكتب على طول وانت مغمى تاينك ازا الاجابة الفة بالساوي واحد على متين تلاتة وسبعين. بس مش اكتر. خلاص يا بس سوال حيجيلك مقالي. تحط القانون. تعاود بالارقام تكتب له الناتك من غير حتى بتحسبها على الارة. لازم يطلع الحل بواحد على تلاتة وسبعين. الناحية التانية عندك حاجة اسمها معامل الزيادة في الضغط وده رمزه بيتا بي بيتا بي. بحسبه ازاي? قالك لو الحرارة كانت بصفر في الاول بتقول بيتا بي بيتساوي. فرق الضغط على الضغط عند حرارة السفر في دلتا تي في دلتا تي. او لو كانت الحرارة لا تساوي السفر ساعتها بقول بي واحد على بي اتنين بتساوي بيتا في تي واحد زايد واحد على بيتا في تي اتنين زايد واحد. قانون ده خلي بالك شبه اللي هناك تقريبا وده برضو شبه ده. خلاص فقانونين شبه بعض. وبرضو نفس الكناب بكتب القانون بعوب بالارقام بقول له والله الاجابة النهائية بالساوي واحد على متين تلاتة وسبعين. طيب كده عرفنا قانون بويل اللي بيدرس العلاقة بين الضغط والحجم عند ثبوت الحرارة. وقانون شر اللي بيدرس العلاقة بين الحجم والحرارة عند ثبوت الضغط. وقانون جولي او قانون ضغط اللي بيدرس العلاقة بين الضغط والحرارة عند ثبوت الحجم. طيب لو انا شغال فاجواء مش عارف اسيطر فيها على الحرارة ولا الضغط ولا الحجم. يعني العالفة سبت ده ولا سبت ده ولا سبت ده. التلاتة بيتغيره. وانا شغال التلاتة عمالي يتغيره معي. بقى اعمل تجربة فالحرارة عمالة بتاعلى والضغط بيختلف والحجم بيختلف. اعود فقاني قانون في التلاتة. قالك في الحلقة دي لو كان العوامل التلاتة بيتغيروا ساعتها عليك وعلى قانون العام حاجة اسمها قانون العام طبعا هنا دي مساء للخليط حجم الخليط على حرارته بيساوي حجم الغاز الاول على حرارته زائد حجم التاني على حرارته ونفس الكلام برضو لو عايز تجيب ضغط خليط بتقول ضغط الخليط على حرارته بيساوي ضغط الغاز الاول على حرارته زائد ضغط الغاز برضو التاني على درجة الحرارة بتاعته قلتلك بقى لو عندك التلاتة بيتغيروا التلاتة عوابل بيتغيروا ساعتها بتستخدم القانون العام والسيقة بتاعته ان حاصل ضرب ضغط الغاز في حجمه على حرارته قبل التغيير بيساوي برضو حاصل ضرب ضغط الغاز في حجمه على حرارته بعد التغيير بواحد في واحد على تي واحد بيساوي بي اتنين في في اتنين على تي اتنين شوف كده كم مسال على الغازات المسال الاولى اللي بيقول لي الشكل المقابل يوضح مانو متر الزقباقي اتصل بمستودع الحجم بتاعه بيساوي واحد. يبقى الحجم في ون بيساوي واحد لتر. ويحتوي على كمية من غاز. طبعا لو روحت للرسمة هتلاقي ان الغاز هنا ضغطه اقل من الضغط الجوي. خلي بالك. لانه اه الفرع بتاع المستودع اعلى من الفرع الخالص ها. فده معناه ان ضغط الغاز هنا بيساوي بي ايه ناقص اتش. طب ليه قلت ناقص اتش. لانه مانو متر الزقباقي. والضغط الجوي من جولي بالملي متر. ودي برضو من وحدة الاطوال. ملي او سنتي او متر. التلاتة دول بقول بي ايه ناقص اتش. طب ليه ناقص? لان الفرع الخالص اوطى اه. يبقى بي ايه ناقص اتش. البي ايه سبعمائة وستين. ناقص الاتش اللي هي تمانية وتلاتين. سهيطلع لك سبعمائة اتنين وعشرين. كده انا اجبت ايه? حجم الغاز الاول والضغط بتاعه. بيقول لك ضخينا الغاز ده في مساودع تاني حجمه نص لتر. يعني بي اتنين بيساوي نص. يا ترى هيبقى الضغط بتاعه بكام? بص يقول لك ايه? مع ثبوت الحرارة. تمام? طيب. عنده ثبوت الحرارة العلاقة اللي بين الضغط والحجم قانون بويل على طول. هقول له بي واحد على بي اتنين بتساوي بي اتنين على بي واحد. بي واحد اللي هي سبعمائة اتنين وعشرين على بي اتنين اللي انا عايزها. هتساوي بي اتنين اللي هي بنص على بي واحد اللي هي بواحد. ده انا عايز احسابه فحعمل ماس. واحد في سبعمائة اتنين وعشرين على نص. واحد في سبعمائة اتنين وعشرين على نص. يطلع معي الحل الف اربعة او الف ربعمائة اربعة واربعين. السؤال اللي باكرة بيقول لي يوضح الشكل امبوبة شعرية منتظمة المقطع بيها خيط من الزقبك بيحبس كمية هوى. طيب كمية الهوى دي طولها قد ايه? قال لك عشرين. ممكن اعتبر ان حجمها بيسوي عشرين. طب ليه مصر ده طولها مش حجمها? قال لي في الامبوبة الشعرية بتبقى منتظمة المقطع. فتقريبا المساحة بتبقى مهملة. فالطول بيبقى معبر على الحجم. في الامبوبة الشعرية بس ممكن اتعامل مع طول الهوى على انه الحجم. في الامبوبة الشعرية بس. فالحجم هيبقى عشرين. طبعا الامبوبة دي زي ما انت شايف رأسية وفتحتها لتحت. هذا هو ممكن من هنا جيب الضغط. اقول بي ايه نقص ايش بي ايه نقص ايش. بي ايه نقص ايش. بي ايه اللي هو خامسة وسبعين نقص ايش اللي هي خمسة فيابقى سبعين. اكمل. اصبحت الامبوبة رأسية وفتحتها الاعلى. مع ثبوت الحرارة. فيطرع طول عمود الهوة هيبقى ايه? يعني تقريبا حجم الهوة هيبقى ايه? هقول له والله لما تبقى رأسية وفتحتها الاعلى هيبقى الضغط ساعتها بيساوي بي ايه زائد اتش. يعني خمسة وسبعين زائد الاتش اللي هي خمسة. فهيبقى تمانين. وعود تعويض ماشي. طبعا ضغط وحجمي بقانون بيل بي واحد على بي اتنين حتساوي بي اتنين على بي واحد. بي واحد على بي اتنين يعني سبعين عالتمانين. هيساوي بي اتنين على بي واحد يعني على عشرين. واعمل ماس. سبعين في عشرين عالتمانين. سبعين في عشرين عالتمانين. اطلع بيساوي سبعتاشر ونص سنتيمتر. كمية من غاز مثالي موضوع داخل اناء محكم الغلق عند حرارة سبعة وعشرين سليزيوس. تي واحد سبعة وعشرين سليزيوس. فكان ضغطها هو بي. بي واحد بي سوي بي. رفعت درجة الحرارة مع ثبوت الحجم ليصبح ضغطها اتنين بي. يعني بي اتنين بيسوي تو بي. يا طرى درجة حراريتها هتبقى كام. حرارة مع ضغط يبقى قانون عند طبعا ثبوت الحجم يبقى قانون جولي او قانون الضغط. بي واحد على بي اتنين حتساوي تي واحد على تي اتنين. بي واحد اللي هي بي. على بي اتنين اللي هي اتنين بي. حتساوي تي واحد قوة هتقول لي سبعة وعشرين. ده سبعة وعشرين سليزيوس. اشتغل بكلفن. باشتغل بكلفن. يعني هزود متين تلاتة وسبعين. تبقى تبقى تلتمية. على تي اتنين اللي هي مش معايا. طبعا بي راحت مع بي يعمل مقصبة. واحد بقى لك هنا واحد. في تي اتنين يبقى تي اتنين. هيسوي اتنين في تلتمية يعني سلتمية. هتقول لي مش موجودة. لا موجودة تصدق. ممكن روح اختارها. بس هيطلق حلي غلط. ليه? لان القانون ده قلت لك بنعوض فيه عن الحرارة بالكلفن. فانت اللي طلع لك ده هو الحرارة بالكلفن. هو عايزة بقى بالسليزيوس بالسليزيوس فهعمل ايه? حطرح ماتين تلاتة وسبعين. ما انا لما بحب احسبها او احولها لكلفن بجمع متين تلاتة وسبعين. طب عايزة احولها من الكلفن اطرح متين تلاتة وسبعين. لما تطرح متين تلاتة وسبعين حيطلع لك الحل تلتمية سبعة وعشرين سليزيوس. كمية من غاز حجمها آآ ستة وسبعين سنتيمتر مكعب. يبقى ده كده البي واحد. تحت ضغط تلتمية خمسة وعشرين ده كده البي واحد. وحرارة اتنين وخمسين ده كده اتيه واحد. تعال بالمرة نزود عليها متين تلاتة وسبعين. لو زودت متين تلاتة وسبعين تطلع لي تلتمية خمسة وعشرين. فان حجمها يعني عايز في لما يقول لك معناها ان الحرارة سفر سليزيوس يعني متين تلاتة وسبعين كلفن. يعني تيتنين بمتين تلاتة وسبعين كلفن. ومعناها ان الضغط بيساوي الضغط الجوي. طيب هو معبر عن الضغط بواحدة سنتي ازا ان الضغط الجوي هنا هيبقى سبعة وستين سنتي او ستة وسبعين سنتي هزي. طيب افرق كم معبر عن ضغط الغاز بواحدة ساعتها اعوض عن الضغط الجوي بواحد طيب كم معوض عنه بالبار ساعتها عوض عن الضغط الجوي بواحد وتلاتاشر من الف بار الوحدات اللي انا كنت مكلمك عنها بعد ما اخدنا المانو متر. طبعا انت هنا عندك التلاتة موجودين. البي والفي والتي بقانون عام. فهقول له بي واحد في واحد على تي واحد بتساوي بي اتنين. بي اتنين على تي اتنين. يلا بينا نعوض بالاركام. بي واحد تلتمية خمسة وعشرين. البي واحد ستة وسبعين. على تي واحد اللي هي تلتمية خمسة وعشرين. هتساوي بي اتنين اللي هي ستة وارده وسبعين. في البي اتنين اللي هي متين اللي هي مجهولة على تي اتنين اللي هي متين تلاتة وسبعين. تقرف ان احنا ممكن نحلقها من غير الالة بس انت طبعا الافضل اعملها بالالة اضرب داف ده. على داف ده. خلاص تلتمية خمسة وعشرين في ستة وسبعين في متين تلاتة وسبعين. على ستة وسبعين في تلتمية خمسة وعشرين. هيطلع معاك الحل بمتين تلاتة وسبعين اللي هو اول اختيار. كده احنا بفضل اخدنا كده فكرة عامة. مش هقول لك مختصرة ولا هقول لك فيها كرواتة. لا ده احنا الحمد لله. كلمنا على كل جزء عندها في المنهج بتاعنا. بكل تفصيلة في المنهج. بفضل لا لمينا كده الدنيا مع بعض. ان شاء الله يكون الطالب الكويس او الطالب اللي هو اللي يجمع المادة بتاعته يكون يستفاد ويكون لامة الدنيا. الطالب اللي هو مضيق خالص ومكانش عارف اي حاجة. تكون عرفت منهجك بيتكلم على ايه. شد بقى حيلة كده معاك فترة ان شاء الله يعني تلمي فيها الدنيا. وبعد كده بازن الله ننزل كده بحصة حل تدريبات اه محترمة. حصة ان شاء الله زي ما قلت لك تكون افكارها بازن الله شبه اللي هتجي لها في الامتحان. بتبقى ان شاء الله مراجعة كده يعني ايه? مراجعة من النهاية مراجعة التقفيل. شد حيلة وربنا معاك. اشوفك على خير في الحلقة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.